نحن في في كلية العلوم التربوية بجامعة القديس يوسف. اه بالمشاركة بالاستماع الى اه محاضرة الدكتور فهد. على ان اه تتاح الفرصة لاكبر عدد ممكن من الطلاب والباحسين للمشاركة والافادة. وشكرا لكم. ونحن اسعد بتواجدك معنا دكتور رماد. شكرا كيف مرحبا اشتاد عبداليم عرفي. مرحبا دكتور فهرص. مرحبا مرحبا مرحبا. مرحبا بك. اهلا وسهلا. تحياتي والسلامي لجميع الضيوف المشاركين في هذه الدواء. مساء الخير للجميع. نور. نور استاذ فراس اهلا بك. وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. اهلا بك. اهلا بك. اهلا بك. اهلا بك. اهلا بك. اشتركوا في القناة 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 مرحباً أستاذي مرحباً مازالك الحجم عندنا التلمية ربماً نبدأ وقت وهذا تارك لأننا عم ساعتين في هذه الورشة، بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين تحية لجميع الحضور الكريم أستاذات أساتذة طالبات طلبة بسلك الدكتوراه والماستر مسؤولين إداريين في الشأن الثربوي طلبة من مختلف الجامعات العربية عموماً وكليتي علوم التربية جامعة محمد قامس وكليتي علوم التربية بجامعة قديس يوسف ببيلوت مرحبوا بكم في ثالث ورشة تكوينية من فعاليات الورشة التكوينية للباحثين في مجال التربية على التنمية المستدامة والمولوث ثقافي المبدئ الذي طبعاً بدأناه مطلع يناير 2023 يعني هذه السنة وسوف ننهيه ما تم نهاية شهر يونيو إن شاء الله طبعاً حددنا مجموعة أهداف بالضبط خمس أهداف أولاها خلق جسر التواصل بين الباحثين والأساددة والطلب من مختلف جامعات العربية ثانياً ضبط الجهاز المفاهيم المتداول ثالثاً الوقوف والتعرف على أهم القضايا المطروحة لكي تكون مجالاً خصباً للبحث رابعاً الاستئناس ببعض التجارب البحثية خامساً الخروج ببعض التوصيات والمقترحات اليوم نحن في الورشة الثالثة موضوعها العلاقات البيينية بين التربية السكانية العلاقات البيينية وليس البيئية العلاقات البيينية بين التربية السكانية والتنم المستدامة ومن حسن صدف أنها تتزامن مع انتلاق ورش وطني مهم وهي مناظرات وطنية لمراجعة الاستراتيجية الوطنية في تنم المستدامة 2016-30 هذه الجلسة اليوم يرشطها التروفيسور فهد بن علي الأميري وهو أستاذ بكلية التربية جامعة أم القرى مكة المكرمة وكيل سابق لكلية التربية للتطوير الأكاديمي بجامعة أم القرى حاصل على دكتوراه في المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية جامعة كارتن للتكنولوجيا باستراليا من بين اهتماناته العلمية التوجهات الحديثة لبلاهج وطرق تدريس العلم الاجتماعية تقويم المناهج التراسية والتربية المباطنة الصالحة توضيف منهجيات البحث النوعي والمقلط ومن أهم إنجازاته العلمية كتابين مهمين بالاشتراك مع البروفستور جودة سعادة وهو ما تقويم المناهج بين الاستراتيجيات والنماذج ثم المؤلف الثاني تقويم مناهج التوجهات الحديثة سنة 2019 فقد أنجز الأستاذ فهد أكثر من ثلاثين بحث منشور باللغة العربية والإجليزية وله خبرات كثيرة جداً من أهمها كونه يعني عضو هي التحرير مجلة البحث الطربوي النفسي بجامعة بغداد هو مؤسس للملتقى العربي للدراسات الاجتماعية ويمتلك ثبرات واسعة في برامج الاعتماد الأكاديمي وتحكيم الأبحاث العلمية مرحباً لك دكتور فهد وقبل أن أعطيك الكلمة سوف أعطيك كلمة افتتاحية ترحيبية من طرف السيد العميد كلية علم الطربية بجامعة محمد الخانس سيد العميد مرحباً ونشكرك شكراً جزيلاً على تشريفك لنا بإفتتاح المرش التالي مرحباً مرحباً الأستاذ العزيز السيد العزيز سيد العزيز تحية طيبة للفضل الكريم تحية طيبة للجميع في الحقيقة نسعي جداً أن أمشاركة في إفتتاح هذه الندو وهذا اللقاء العلمي المهم مع الدكتور فهد بن علي العميري من قدية تربية بجامعة مكورة طبعاً هي بداية لأن أقدم الشكر لأستاذ فعرس ولكرسي لاكسو للتربية على التنمية المستدامة والمورود التقافي أولاً أشكره على كل مبادرات التي يقوم بها لفائدة هذا الكرسي الذي شهد يعني منذ تقريباً سنة حالياً تأسيسه وإحداته بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس في الرباط طبعاً سعداء المصديف في كل لقاء وفي كل فعالية من فعالية هذا الكرسي مجموعة من الأساتد الفاضل في تخصصات ذات سنة بنشاط كرسي الألكسو طبعاً اليوم عندما نفكر في البيئة وفي قضايا البيئية بصفة عامة وما يرتبط بها من مجالات خاصة المجال المعروف الذي اشتغل عليه مغرب منذ ثانوات وهو التربية السكانية وطبع الحال في أفق هذه التنمية المستدامة خاصة وأننا في ظرف عالمي اليوم يعني في كثير من التحولات التي ترتبط بمجالات البيئة وبمجالات يعني الصعوبات التي تواجه الإنسان اليوم والتحديات التي تواجه هذا الإنسان في مطلع منذ مطلع الألفية التالية الثانية أو مطلع الألفية التالية أكيد أنه ما وقع من تحولات أكيد أنه أرخى بضلاله على مجموع للسكان المعمور حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة في اللقاء الأخير الذي كان حول تحويل أنظمة التربية وتحويل منظومة التعليم بصفة عامة والذي تم في شتنبر الماضي الضبط 17-19 شتنبر أشار إلى ضرورة يعني أن نهي الإنسان لعالم جديد لتحديات جديدة وللقضايا جديدة خاصة منها التغيرات المناخية وبالتالي على أنظمة التربية والتكوين في العالم أن تعد هذا الإنسان لمواجهة هذه التحديات الجديدة التي باتت تشكل يعني خاطر الإنسانية ككل بمعنى أنه الإنسان اليوم والتربية السكانية بالدرجة الأول وهذه التربية البيئية لأجيال القديمة التي من شأنها إنقاذ هذا العالم إنقاذه أكيد من الضمار وحفاظ على مستوى معين من العيش المناسب لهذه الأجيال التي أكيد أنه عليها أن تواجه الكثير من الصعوبات من أجل أن تعيش في بيئة سليمة وهو حق أساسي من حقوق الإنسان اليوم وهو معروف في أهدين الدوليين المرتبطين بحقوق الإنسان طبعا أشكر الدكتور فهد أشكر كل الشركاء كلهم بصفته واسمه وأتمنى يعني كامل نجاح لأشغال هذا اللقاء العلمي ألهم وشكرا لكم جميعا على حضوركم وعلى تشهدكم لنا شكرا شكرا سيد العميد شكرا على هذا التشجيع فرصة لكي أرحب بالأستاذ محمد رمان من جامعة القديس يوسف بيروت ومعه طاقا من أساتدة ومن طالبة باحثين وفرصة كذلك بأن أرحب بشخصية مهمة فريدة من نوعها كانت لها دور مهم في الإشراف على ملف طرد السكانية وطنية في المغرب هو الدكتور عالدغني المعروفي وحضر معنا وسوف يواكبنا في طيلة يعني هذه ساعتين الزمن وسوف يكون حضرنا معنا كذلك في النقاش إن شاء الله هذه فرصة كي يستفيد من هذه الجلسة طلبتنا من الباحثين إلى غدان لك الكلمة دكتور فهد شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير نبي الهدى ونور الدجا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما نافعا وارزقنا به عملا صالحا يا خير من سئلا وأكرم من أعطى سعادة عميد كلية علوم التربية في جامعة محمد الخامس في المغرب الشقيق سعادة رئيس كرسي التنمية المستدامة والموروث الثقافي المبدع أصحاب السعادة الزملاء الدكاترة عناية طلبة الدراسات العليا النجباء الجمع المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطاب مساءكم جميعا بالخيرات والمسرات من دواعي سروري البالغ أن أكون في هذه الحلقة علمية في هذا اليوم المبارك الاثنين الثامن والعشرون من شهر شعبان للعام الرابع والاربعون واربعمائة والفجرية الموافق للثالث والعشرون من شهر مارس للعام ثلاثة وعشرون والفين ميلادية في هذا الموضوع الذي في الحقيقة أكرمني بثيقته في أخي وزميلي سعادة الدكتور عبد العزيز فعرس وهذا من التعاون العلمي بين الزملاء والأشقاء في وطننا العربي الكبير المجيد وهذا الموضوع كما يظهر لكم هو العلاقات البينية أو العلاقة البينية بين التربية السكانية والتنمية المستدامة لا شك بأنه موضوع كبير في أبكاره كبير في مضامينه كل منه يحتاج إلى محاضرات ثلاثة أبكار العلاقات البينية والتربية السكانية والتنمية المستدامة هناك أكثر من أربعون شريحة أو حولها سأحاول أني أمر عليها بشكل سريع قدر المستطاع وأنا أدعى لأخي الدكتور عبد العزيز بأنه يتيح للجميع من الزملاء الكرام وطلبتنا النجباء لتداولها ونحاول أن نعطي فرصة للنقاش وتبادل الأبكار فأنا في الحقيقة في هذا اللقاء ويهمني أن أكون يعني مستفيدا بقدر ما أكون مفيدا إن شاء الله للزملاء والطلب النجباء نبدأ على بركة الله في الحقيقة مفهوم العلاقات البينية أو ما يسمى بالدراسات البينية هذا المفهوم إذا ما أردنا أننا بكلمات موجزة أن نقف على مكنونه فهو يمثل أحد النظمة الدراسية التي يجتمع فيها الاهتمام المشترك والتفاعل بين تخصصين أو أكثر وهذا في الحقيقة يعود إلى أن العلم كما نعلم هو في بداياته كان محدودا في اتساعه ثم توسع العلم ومع توسعه دعت الحاجة إلى التخصصية ثم مع عجلة التطور التاريخي أصبح في الحقيقة من الصعب أن تخصص معين يوفي بجميع متطلبات التخصص نفسه وكما يقال العلم رحم بين أهله فظهرت هذه الفكرة التي تدعو إلى أن هناك يكون في اشتراك في الأفكار ما بين علم وأكثر بما يفيد العلم ذاته ويفيد العلوم الأخرى وبما يعالج كثير من الإشكاليات والقضايا المعاصرة وبما في نهاية المطاف ينعكس إيجابا في تقديم خدمات وتلبية حاجات وتحقيق ضموحات للأفراد والمجتمعات البحث العلمي هنا في الحقيقة بدأ يركز على هذا الموضوع اللي هو العلاقات البينية وبدت هناك تصورات ورؤى واختراضات تظهر في عملية إخراج يعني فلسفة لهذا العلم الوليد العلاقات البينية أو الدراسات البينية بالحقيقة هو يعود إذا ما أردنا أن نتتبع الأصول يعود إلى نحو ما يقرب الآن من قرن من الزمن وتحديدا إلى العام 1937 ميلادية على يد واحد من كبار علماء علم الاجتماع الويس كيرترز وضع بعض الأبكار لكيفية أن يكون هناك تشارك فيما بين أكثر من المتخصصين في أكثر من علم وكل منهما يفيد الآخر على مستوى الأشخاص وكل منهما من خلال أبكاره ومهاراته وخبراته يقدم ما لديه بما يفيد خدمة الموضوع البحثي أو القضية التي هم بسدد تناولها ثم بعد ذلك بدأ في الحقيقة اهتمام من العالم الغربي ولسيما في المتحدة الأمريكية بهذا الموضوع العلاقات البينية والدراسات البينية وهناك جامعات في الحقيقة أخذت على عاتقها الاعتناء بهذا العلم الوليد كجامعة كولومبيا وجامعة شيكاغو وغيرها من الجامعات الأمريكية المعروفة وظهر له هناك كثير من المفكرين والعلماء الذين اعتنوا به وهنا بدأ في الحقيقة توضع خارط الطريق لهذا العلم الوليد نحن نعود الآن إلى نحو قبل قرن من الزمان ثم بعد ذلك مع عقود القرن العشرين المنصرم بدأ هذا التزايد في عملية الاعتناء بالعلاقات البينية لا سيما وأنه وجد بأن من جماليات هذا العلم الوليد بأن نتاجاته العلمية يستفاد منها بشكل فوري وعاجل لأنها تعالج قضايا وبدأ في الحقيقة ليس فقط في العلوم الإنسانية حتى بدأ في علوم يعني طبيعية وعلوم تطبيقية ويعني أذكر أنه من منشورات شركة أرامك السعودية الشركة النفطية العملاقة المعروفة أنه لما بدت تنقب عن النفط في أراضي المملكة كان هناك تحتاج إلى أكثر من مختصين لأن النفط يوجد في المنطقة الشرقية من المملكة وفي صحاريها بعض الجنوبية فكان يحتاج إلى أن يكون هناك الجغرافي والجولوجي والفيزيائي فعلى سبيل المثال صحراء الربع الخالي في أقصى الجنوب السعودي في البدايات لم يذكر بأنه يوجد فيها نفط ثم لما دخلوا الفيزيائيين وجدوا أنه يوجد نفط ولكنه تحت أعماق سحيقة فهذا كان يمثل كنموذج عربي بلموس ومدون بداية للعلاقات البينية والدراسات البينية بين أكثر من علم وفي منطقتنا العربية وأكيد أنه يوجد أمثلة لكن نحن نقول من واقع ما يحضرنا من تجربة في نطاق الوطن هناك في الحقيقة أشياء نقدر نقول بأنها هي تمثل أصول لهذا العلم الوليد العلاقات البينية هو يعني يركز على تطوير المعرفة والعلوم وتلبية الاحتياجات سواء كانت للطلبة أو أيا كان من صاحب هذا الاحتياج التطوير المهني كيف يكون ذلك التطوير المهني من خلال لما يولم الإنسان بأكثر من علم يصبح لديه معارف جديدة إضافات وهذه لا شك تفيده في الجانب المهني يلبي حاجات المجتمع هناك بالحقيقة إشكاليات أحيانا تتم في عملية إدارة المصادر والموارد هذه العلاقات البينية تساهم في معالجتها أيضا يمكن لنا أننا نختصر أهداف العلاقات البينية في الحقيقة في أنها ذات قيمة بالغة لصانعي القرار أيًا كان على مستوى قيادات على مستوى مدراء شركات قطع عام قطع خاص أيًا كان تهمهم كثيرا ولعل المثال الذي ذكرته قبل لحظات يعني يؤكد مثل هذا الأمر هي دائما تدعو إلى زيادة التفاعل بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ككل لأن العلم أصبح مع التخصصية كأنه جزر معزولة قريبة من بعضها البعض لكنها لا يمكن كل منها أن يصل إلى الآخر أو يفيد الآخر بالشكل المأمول أرخبيل من الجزر بعيدة فكأنها أتت هذه العلاقات البينية لتمد الجسور بين جميع أصناف العلوم أيضًا التقسيم الشائع في الحقيقة ما بين علوم طبيعية وعلوم إنسانية وما صنف ثالثاً بجوائل العلوم التقنية والتطبيقات التقنية يعني أصبح هناك في دعوات من كثير من المفكرين للنظر في هذا التقسيم وتقييم جدوى الاعتماد عليه والأخذ به المشكلات والقضايا الإنسانية التي استجدت تحتاج إلى نخبة من حملة الفكر والعلم من حقول معرفية عدة للتكاتف والتعاون والتشاور والإدلاع برأيهم في معالجة تلك القضايا أيضًا هناك في الحقيقة عملية الابتكار والإبداع في ذات التخصص يحتاج إلى أنه نوع من التطعيم من الفكر في التخصصات الأخرى بحيث أن التخصص يعني كما نقول أحيانا المصاهرة من خارج الأسرة هي تضيف في الحقيقة للعائلة كذلك هنا لما يكون هناك علاقات وعمل مشترك مع تخصصات أخرى ومع مختصين آخرين لا شك بأنه يفيد التخصص ويفيد المنتمي إلى ذلك التخصص فيما يتعلق في السياقات التربوية في الحقيقة بدأنا نحن في السياق التربوي نعتني بالعلاقات البينية والدراسات البينية كما يعتني بها الآخرون في كل مجال ربما اعتنائنا بها متأخرا نتكلم بشكل عام حتى على مستوى العالم الغربي إذا ما قرنا بالعلوم الأخرى لكن بدت هناك قناعات تتكون حول هذا الأمر ولم يعد هناك نوقش وكان فيه نوع من البداية الأمر جوانب جدلية لكن يبدو هناك توجه عام لأهمية الأخذ بموضوع العلاقات البينية أو الدراسات البينية فيما يتعلق بوطننا العربية الكبيرة العزيز في الحقيقة على حد الطلاعي لم ألمس ذلك الاهتمام نحن نتحدث بأن هذا الفكر للعلاقات البينية له الآن ما يقارب القرن من الزمن واعتني به اعتناء كبيرا وطبق نحن الآن كأننا نتعامل معه كأنه حديث للتو على حد الطلاعي سياقات التطبيقية محدودة جدا ما زال هو في مرحلة التنظير والمختصون فيه يعني في الحقيقة هناك فيه ندرة وقلة والأمر الطبيعي طالما أن الاعتناء أتى متأخرا لكن أن نبدأ نفكر ونعمل خير من أن لا نعمل شيء بدأنا الآن على مستوى الوطن العربي هذا الموضوع يناقش في المؤتمرات يكتب عنه في المجلات وإن كان في سياقات ما زالت نظرية بدت النخبة العربية التربوية أنا بهذا الصدد تناقش مثل هذا العمر ويعني تشير إلى كثير من إيجابياته لما ننظر في الحقيقة أن عملية هناك فيه منظور ثلاثي ذو أهداف ثلاثة يعني إجمالية بشكل عام في السياق التربوي إذا كنا قد تحدثنا في السياق عام الآن في السياق التربوي من هذه الأمور الثلاثة المجالات لدينا المنعزلة والضيقة التربية يعني فيها جانب معرفي وفيها جانب مهاري وممارسات وخبرات وخير رافد لهذه التربية التي ننشدها الآن في ظل هذا الفضاءات المفتوحة على بعضها البعض والغزو الإعلامي وغزو فكري وأشياء كثيرة وحاجات العلاقات البينية هنا نحن محظوظون بها إذا ما تم توظيفها بالشكل السليم فالمجالات المنعزلة سوف تصبح منصهرة مع بعضها البعض مع الحفاظ على الفدود لكل منهما وكل منهما يفيد الآخر لا يعني ذلك إجازة إزالة الحواجز كاملة يعني كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي استفيدونا من بعضهم البعض تسهيل خدمات أشياء على مستوى الأفراد والجماعات والفكومات لكن لكل منهم في الحقيقة يعني خصوصيته أيضا نحن التنمية المستدامة لا نقف نحن معصر التربوي وموقف المتفرج منها نحن نستطيع أننا أن نسهم في تحقيق هذه التنمية المستدامة كيف لا ونحن صناعة الأجيال هي مهنتنا وهو الشرف الذي دائما نفافر به فهذه التنمية المستدامة هي في حاجة ماسة إلى أن يتم تغذيتها من خلال العلاقات البيرية من خلال قراءة عميقة استقصائية لواقع الإشكاليات والمعضلات والقضايا والإدلاق بالرأي العلم التربوي فيها وتقديم قلاصة للأفكار توعية للنشأة الصاعد من أبناء الأمة العربية كل هذه الأشياء وقضايان التي سوف نعرج عليها لاحقا في الحقيقة هي ليست مستعصية صحيح أنها من النوع الذي فيه نوع من التعقيد لكن ليست مستعصية إذا ما تم في الحقيقة تشخيصها بشكل سليم ومعالجتها أيضا بشكل مرحلي ومستمر فهذا الأمر في الحقيقة المجالات المعرفية المنعزلة والضيقة أصبحت الآن تزول الحدود التي تفصلها وهذا هدف أسمى لدينا في المجال التربوي أيضا هناك في الحقيقة التخصصات المنهجية يعني عملية السؤال والتعمق أحيانا يصل الإنسان إلى نوع من الجموت في داخل تخصصه لا سيما في الفكر الجديد فكيف يمكن أن يتجاوز مثل هذه العقبات من خلال عملية الانفتاح على علوم أخرى فهي تغذي ما لديه يعني أذكر أنه كان فيه كتاب تم ترجمته حتى إذا العربية هو باللغة الألمانية ترجمه أحد الأساتذ الكبار في المملكة لدينا هو يتكلم عن حركة الرمال في صحاري المملكة فهو في الحقيقة ما استطاع أنه يعني يصل إلى تشخيص كثبار رملية تتحرك بسرعات ويعني لها علو جدا من الأمتار فما وجد أنه من خلال علم الجغرافية أنه ما يساعد على تشخيص هذه الحركة وقراءة سيرورتها وما ينتج عنها فلجأ وأيضا علم الأرصاد وعلم الجمرفولوجة والأشياء والجلوجة ما فاجتوا كثيرا لكن وجد تفسير ذلك في علم الفيزياء فساعدوا في أنه يفسر مثل هذه الحركة إذن هذا في الحقيقة يعني كثير من التساؤلات التي أحيانا نصل إلى نوع من الإحباط في عدم القدرة على الإجابة عنها تستطيع من خلال علاقات البينية فتح نوافذ وما الجسور مع العلوم الأخرى أنها ترفدنا بما يعيننا في الإجابة عنها كذلك كهدف ثالث في الحقيقة يعني في هذا الأمر أن نريد تجديد وإبداع فلابد في حالة رغبتنا وهذا مطلب أكيد لما نريد أن نجدد وأن نبدع لابد أن نفتح على العلوم الأخرى كما نحن الآن الذي يريد أن يتطور وكذا لابد أن نفتح على العالم نعم يحافظ على خصوصيته الثقافية ولكنه لابد أن يكون منفتحا هذا انغلاق دائما يقود إلى عملية يعني يسحب كما يقولون للوراء فهنا العلاقات البينية هي في الحقيقة منفذ في غاية الأهمية لخلق أجواء مفعمة بالتجديد والإبداع ولا سيما إذا ما تعلق الأمر بالترمية المستدامة هذه في عجالة لمحة موجزة عن المحور الأول اللي هو العلاقات البينية فقط أردنا أن تكون إطلالة ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهو التربية السكانية موضوع من التوجهات الحديثة والعالم جميع يهتم بالسكان وهما وقود هذه الحياة البشر والجميع يعتني بالسكان ولها نظريات ولها قوانين ولها أنظمة وكل يشتهد في عملية كيفية التعامل مع الظاهرة السكانية هذا التوجه التربية السكانية يعني العالم السكان الديمغرافية بدأنا أيضا نهتم به في الجانب التربوي وظهر لدينا توجه التربية السكانية ليس هو في الحديث نعم لكنه ليس بالجديد كثير من دول العالم بما فيها عدد يعني في الحقيقة لا بأس به من الأقطار العربية تعنى بموضوع التربية السكانية على سبيل المثال بالحصر هي تدرس في بعض الأقطار العربية بحسب الطلاع المحدود كالأردن وتونس وربما في بلاد المغرب العربي هناك أقطار تعنى بموضوع التربية السكانية وحتى الأقطار الأخرى تعنى بالتربية السكانية وإن كان لم تكتب التربية السكانية لكن بشكل أو بآخر يعني تقدم جانب تثقيفي جانب توعوي ببعض الخصائص والقضايا السكانية التربية السكانية باختصار هي عملية تربوية شاملة تهدف إلى توعية يعني التوعية بالوضع السكاني السائد سواء على مستوى الوطن أو على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم وتطوير ما يتعلق به من مفاهيم ومن مؤشرات ومن اتجاهات ومن مهارات وهين العمر يعني يتعظم قيمته إذا ما ربط ذلك بالتنمية المستدامة وعملية التعامل السكان مع المصادر ومع الموارد أيا كانت هذه المصادر ولسيما في الجانب البيئي ذلك التعامل الإيجابي والمساهمة التربية السكانية في اتخاذ قرارات سياسية متعلقة بالسكان نحن نرى العالم الآن العالم المتقدم يعني لديه توجهات أحيانا فيها نوع من التضارب خاصة فيما يتعلق بتحديد النسل أو كذا موضعات الهجرة يعني أشياء كل منهم يجتهد فيما يراهم مناسبا يحقق أماله وتطلعاته ويعني لا يلبثون بعد عقود من الزمن أنهم يعني يلومون أنفسهم على بعض القرارات هناك الآن شعوب في العالم تتآكل سكانيا هي مهددة بالإفلاس السكاني يعني على سبيل المثال الدول الإسكندناتية كالسويد وغيرها الآن عدد السكان يتناقص يتناقص ولا يمكن التعويض نظرا لأنه الفئات العمرية متقدمة يعني الحرم السكاني أصبح يعني الفئات العليا منه متقدمة في السن هي التي تسيطر على الحجم السكاني وبالتالي لاجئوا إلى موضوع الهجرة والتجنيس وثقافات جديدة ودمجهم وتهيئتهم وهذا بلا شك يعني يخلق إشكاليات يعني ربما يساعد نوعا ما في حلول لبعض الإشكاليات لكنه يخلق إشكاليات جديدة ربما تمس يعني التكوين الجذري للشعب أو للأمة فهذا الجانب في الحقيقة يعني من الاعتناء بمفهوم التربية السكانية هو الذي جعل هناك دعوات لعملية وضع مناهج لها وتدريسها الأمم المتحدة كان لها في الحقيقة دعم يعني دعم إعلامي دعم منشورات كذا مساعدة لكن ليس بذلك المستوى ربما الأمر يعني لا نبرر لها أنه أكبر من يعني إمكاناتها لكن هناك يعني اعتناء اعتناء وقناعة لدى الهيئات الدولية ومن ضمنها صندوق الأمم المتحدة للسكان بموضوع التربية السكانية وبدأت تحفز وتشجع كثير من الدول لعملية وضع مناهج للتربية السكانية وتدريسها نقتصر أحداث التربية السكانية في الحقيقة في تمكين المتعلمين من اكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات للظواهر السكانية ويعني الوعي بانعكاسها هذه الظواهر على حياة الفرد والمجتمع أيضا الإسهام في تحديد النظام التربية وتطويره وتنمية الوعي السكان لا بد أن يكون لديهم قصة فيما يتعلق بالمصادر والموارد إظهار التأثير المتبادل بين النمو السكاني ومظاهر الحياة المتنوعة تكويم مواقف ملتزمة تجاه بعض القضايا السكانية لدى أفراد المجتمعات تفسير وتحليل الواقع السكاني نحن الآن واقعنا السكاني نجهل أشياء كثيرة فيه قبل فترة في المذياع سمعت شخص يعتبر أنه مسؤول أو كذا في أحد الجهات في المنظمات العربية يقول الزيادة السكانية يتكلم على مستوى الوطن العربي والنمو السكاني المفرط وكذا 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 هو يعني الوطن العربي يتكاثرون سكانيا لكن في الحقيقة النموهم يتناقص فهناك في فرق بين التكاثر السكاني والنمو السكاني والبعض يضع منه النمو السكاني المفرط هذا قد يكون عائقا وكذا وهذا كلام قضايا قد تكون فيها أخذ وعطاه وجدل لكن نحن لابد أن نفهم وضعنا لما يكون هناك أخطار عربية نسبة المواطنون لا تزيد عن 10% أعتقد أن هذا الوضع مقلق المقيمون والوافدون يشكلون 90% من الحجم السكاني للبلد لما يكون نسبة الفقر تزيد عن 50% أو معدلات خطيرة نسبة البطالة نسبة أمراض مستشرية ومتفشية في المجتمع فكلها أشياء هذه في الحقيقة لابد أن نفهم واقعنا جيدا إذا ما فهمناه جيدا الوضع السكاني استطعنا بعد ذلك أن نرسم الخطط وأن نعمل على تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة وحتى لما نطالب المنظمات العالمية بالمساعدة سواء كانت مساعدة فكرية أو مادية أو يعني في السياقات أي أن كانت نكون نحن عارفون ماذا نريد بالضبط منهم ونحن الذين ندير المشهد لا نترك لهم قيادة المشهد لأنه ربما قيادتهم للمشهد بقصدنا وبغير قصد تتوجه إلى أمور أخرى أيضا من أحداثها التربية السكانية في الحقيقة يعني هناك في الحقيقة إشكاريات أو قضايا مرتبطة بمتغيرات خفية غير ظاهرة في المجتمع فهنا لابد من الكشف عن مثل هذا الأمر نحن لما نرى بعض الشعوب العربية ومثال على ذلك المملكة العربية السعودية أنه معدل الخصوبة الخام أو الخصوبة الفعلي لدى الإناث إن خفضا خفاضا يعني في الحقيقة ملحوظ بل هو كبير ما السبب في ذلك مثلا لابد أن نبحث طبيعة عمل المرأة يعني التغير في بعض المفاهيم التقافية الخاصة أشياء ساهمت في مثل هذا الأمر فهي تقودنا إلى دراسة متغيرات أخرى تسببت في المشكلة التي نحن بصددها ولابد من دراسة تلك المتغيرات حتى نستطيع وضح حل هذه المشكلة تساعدنا أيضا من أحداث اتخاذ قرارات في حياة الأفراد كالسكن الآن يعني المجتمعات العربية في إشكالية حتى المجتمعات العربية التي توصف الأقطار العربية بأنها غنية وثرية نتفاجأ لما نجد أن بعضا منها 70% أو 60% من مواطنوها لا يمتلكون بيوتا أي أن كان مسمى هذا البيت أو المنزل فهنا تساعد صاحب القرار أن يتخذ مثل هذا الأمر في سياق الحيازات الزراعية نجد أنها متكدسة لدى طبقة استقراطية معينة أمور كثيرة في عملية الثروات الموجودة التي لدينا أي أن كانت هذه الثروات طبيعية أو مادية في التعامل الأمثل معها أيضا هذا الأمر يقودنا إلى أهمية في الحقيقة أهمية التربية السكانية هذه الأهداف التي نحن نتطلع لها وهذه الأهمية هي التي تدفعنا إلى الاعتناب التربية السكانية فهناك بالحقيقة الزيادة السكانية في العالم ينتج عنها إشكاليات أدت إلى الاهتمام بالتربية السكانية يعني لدينا الآن العالم يتزايد سكانيا وأحيانا بعض مجتمعاتنا يعني تكون هي محط لأنظار هذا تكلم عن دول المشرق العربي وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي يعني تكون محط لأنظار بعض الدول النامية ولا سيما إذا كانت هذه الدول النامية إسلامية أبناءها يرغبون فهنا في الحقيقة لا بد أن نعتني بدراسة في التربية عن ثقافات تلك الشعوب والتعامل الأمثل معهم وكذا وكذا وهي فرصة في الحقيقة لا يوجد شعب أو أمة إلا لديها مزايا وقد يكون هناك في مثالب لكن لما نتعامل معهم التعامل الأمثل وأيضا نقدم لهم ثقافتنا بالطريقة المثلة وهؤلاء بقدر ما يعملون لدينا يستفيدون ويفيدون ويعودون بأفكار جميلة وانطباعات حسنة ينقلونها إلى أبناء جلدتهم التقدم العلمي دعا في الحقيقة إلى الدراسات السكانية نحن الآن لا يستطيع أي صاحب قرار أن يتخذ قراراته فيما يتعلق بمجتمعه وشعبه إلا إذا أخذ العامل السكاني في عين الاعتبار لابد أن تضع كم سوف تضع خطة للمجال للوظائف حتى لا يكون لديك بطالة كم سوف تضع من المساكن حتى لا يكون لديك إشكالية لابد أن تضع كذا خدمات كذا كذا إذا ما أردت أن يكون الوضع سليم في أي مجتمع من المجتمعات وما نحن في الحقيقة الآن نعاني منه في جميع تقريبا الأقطار العربية هو نتيجة لعدم التخطيط السليم والدقيق للوضع السكاني فنتج عنه ما نتج وربما أحيانا يكون لدينا إشكاليات يعني يكون مجتمع من المجتمعات وهذا موجود في دول المشرق العرب النفطية أنه يكون لديه بالملايين عمالة وافدة وفي ذات الوقت لديه بطالة من أبناؤه لا شك سبب البطالة هو عدم التأهيل أبناء الوطن إلى تلك المهن بحيث أنهم يمتلكون معارفها ومهاراتها حتى ينافسون زملائهم من الوافدون فهذه إشكالية كون أنك تستضيف وافدون بملايين وفي ذات الوقت أبناء البلد يكون عاطلون يعني هذه ربما إشكاليات يتفرد بها بعض الأقطار العربية أيضا النمو الصناعي في الحقيقة يهتم كثيرا في موضوع السكان يهتم كثيرا في موضوع السكان ولا يمكن في الحقيقة تحقيق نمو الصناعي إلا من خلال الاعتنام بالسكان وتوجيههم في هذه السياقات وأيا كان النمو لكن تحديدا في المجال الصناعي والتقني أيضا هناك المؤلفات التي ظهرت على يد اتبار المؤلفين في عالم السكان يعني في الحقيقة أكدوا على موضوع الاعتناء بالسكان وأحيانا السكان يعني كظاهرة يأتي الخلل فيها من الداخل يعني كما نسمي نحن نصوصة النخيل شجرة النخيل باسقة فجأة وإذا هي تسقط السبب لا نعلمه نجد بأنه كان هناك في إشكاليات تسوس للداخل فالمجتمعات السكانية أحيانا يحصل فيها خلل وهذا موجود في الحقيقة في بعض الأقطار العربية الآن لدينا بحسن منظور البسيط الذي يمثل قائل ولدينا الآن إشكالية في موضوع الخصوبة الخصوبة الخامة والخصوبة الفعلية بدت يعني في الحدار شديد جدا وهذا يعني في دراسة عملت قبل سنوات عن دول مجلس التعاون لدول الخليجة العربية الخصوبة في انخفاف يعني كانت هذه الشعوب خصوبة الإناث لديها من أعلى أنواع الخصوبة يعني على مستوى البطن العربي أعتقد ما كان يفوقها لخصوبة المرأة الفلسطينية ثم الآن أصبحت يعني تقريبا نصف انخفضت خمسين في المئة هذا معناته أنه عملية الزيادة الطبيعية الناتجة عن الولادات سوف تكون متدنية وهذا بيؤثر على الفئات العمرية الدنيا القاعدية وبالتالي المجتمع تلقائيا سوف يتحول إلى فئات عليا وسوف يدخل في مراحل مفاجئة في يصل إلى الشيخوخة لن يأخذ زمنا طويلا كالدول الأوروبية حتى يصل إلى مثل هذا الأمر فهذه إشكاليات يعني وبالتالي مهن المستقبل وكذا وأمور سنبقى رهينين للعمالة الوافدة وهذه يعني العمالة الوافدة تمثل إشكاليات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسكني والخدمات إلى غير ذلك نعم التنوع مطلوب والانتزاج بالثقافات الأخرى وإفادتهم والاستفادة منهم لكن أيضا يكونوا بقدر ليس بتلك الأعداد الضخمة جدا نعم مراحل التربية السكانية التربية السكانية أيضا يعني في الحقيقة إذا ما أردنا كفكر كيف هي تم معها في جانب خطوات لابد من تفهم للواقع السكاني لأي مجتمع يفهم واقعه السكاني لابد أن الفهم هذا يكون مبني على تقويم حقيقي بعيد بعيد كل البعد عن يعني الرغبات والأشياء يعني نجد بأن التعداد السكاني في كثير من الأقطار العربية في بداياته كانت فيه أخطاء فادحة في الحقيقة ولذلك تم التعامل مع السكان مثلا بأنهم عشر مليون في بلد ما وإذا هم أربع أو خمسة مليون أو العكس كيف تضع تنمية كيف تؤمن وظائف كيف تؤمن سكن فأيضا نفس التفاصيل في داخل ليس فقط الحجم وإنما قصائصهم وكذا وتركيبهم العمري وتوزيعهم النوعي حسب الجنس ذكور وإنات وحسب الجنسيات وكذا وكذا هنا لابد هذه مرحلة يتم تقويمها بدقة إلى أن نصل إلى أن هذا التعداد يتم الاستغناء عنه يصبح لدينا برصة مثل الآن هذه الدول في العالم الأول يعني الآن نتكلم في سياق إيجابياتهم ألمانيا شعبها يزيد عن 80 مليون لديهم نظام أكتروني دقيق برصة كل يوم كما الذين توفوا كما الذين ولدوا كما الذين أصبحوا في الفيئة العمرية كذا أمر دقيق جدا نحن نطمح في الأقطار العربية إلى النصر مثل هذا الأمر أما التعدادات هذه التي يدورون على المنازل ربما الشخص يحسب بأكثر من مرة وهذا حتى لو كان الخطأ بنسبة واحدة واثنين في المئة في التعداد لا شك بأنه سوف يؤثر لأنه في تقديري أن الأقطاع في التعداد السكاني هي مثل الأقطاع الطبية شيء بسيط ربما يؤدي إلى إشكالية عميقة أيضا مرحلة اتخاذ القرارات لمعالجة تلك القضايا وتلبية الطموحات يعني نحن أحيانا يعني نلحظ أنه تغيير شخص وكذا وكذا ولحل مشكلة معينة المشكلة هذه الوضع السكاني لم يدرس ولم يؤخذ في الاعتبار فلا يمكن أنك أنت تؤمن وظائف أو تؤمن سكان أو تؤفر خدمات تعليمية طبية أي أن كان تلك الحاجة التي تريد أن توفرها إذا أنت لم تضع في الاعتبار عملية دراسة مستفيدة عميقة للوضع السكاني أيضا هناك في الحقيقة أوضاع أحيانا تكون طارئة لدير نحن الآن يعني ما زلنا حتى نعمل في عملية تنميتنا على الأمية ونتعامل مع الأمية بمفهوم التقريدي ذلك الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب العالم الآن صار يتعامل الذي لا يستطيع التعامل مع البرامج الحاسوبية والآن دخلنا في عملية الثورة الصناعية الرابعة قضايا متعلقة بالبيك ديت البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتطور العالم في عملية قراءته لمفهوم الأمية فهنا لابد نحن نقرأ وضعنا السكاني جيدا من حيث خصائصهم ومستوياتهم التعليمية وأمور كثيرة لابد أن تكون مواضحة لدينا حتى نستعد إلى مثل هذا الأمر وسوف نأتي بعد لحظات إلى موضوع الرؤى التي وضعت في الأقطار العربية وهي مطلب وضعات هيئة الأمم المتحدة في الحقيقة يعني ربما البعض يظن بأنه كل قطر عربي هو من تلقاء نفس وضع يعني رؤاه هو صحيح وضعها لكن هذا كان مطلب ملح من هيئة الأمم المتحدة أنه إلى متى ونحن نستمر إلى دول نامية يعني هي عبارة ربما تكون منطفة لتخريف الواقع لأنه عندما أصبت بأنها دول متخلفة يعني متخلفة في السياقات ليست يعني سياقات تنموية سياقات تقنية هذا هو مفهومهم للوصف يعني كان مغضبا فاستغنوا عنه بقضية النامية لكن إلى متى هذا النمو وأحيانا نمو في الرحة كما يقال يعني ما في نمو حقيقي بمعنى النمو أو هي أمور شكلية عدد جامعات كذا عدد طلابنا بالملايين كذا فريجينا كذا طيب ماذا أنتجنا ماذا صنعنا نحن نتحدث عن عالم عن أقطار في العالم محطمة تماما أصبحت على ما أصبحت قبل عدة أربع وخمس سنوات أقيم معرض في مدينة جدة السعودية للصناعات الفتنامية فتنام هذه الدولة التي تعرضت إلى حرب أمريكية شرسة ويعني أحرقت الأخضر واليابس فيها كما يقال بدت تصنع أجهزة كهربائية معدات سيارات أشياء يعني ربما كلمة رائعة ومبدعة لا توفيها حقها كيف هؤلاء القوم وصلوا وقبلهم كوريا الجنوبية وقبلهم سنغافورة وغيرها من هذه الدول التي مصادرها وما وردها محدودة وشعوبها يعني إلى حد قريب كانت تأتيهم المساعدات من أقطار عربية ولسيما الأقطار العربية الثرية فنحن الآن في الحقيقة أمام استحقاقات لا بد أن نقف لها موقف يعني وقفة شموق ووقفة استجابة بعيدا عن التسويف أو المماطلة لأن هذا الأمر لا يحتمل التأخير إذا ما أردنا أن يكون لنا مكان في العالم لأن العالم الآن قائم على مبدأ التنافس والتنافس وإن كان يوصب بأنه شريف إلا أنه لا يخلو من الشراسة وقائم في الحقيقة على الجودة وعلى الخبرات يعني ليس فقط أنك تلم بالشيء سوف يكون لك مكانتك التي أنت تأملها ونحن لسنا لا ينقصنا شيء في الحقيقة العقول موجودة والهمم عالية والمصادر والموارد وربنا عز وجل أكرمنا بأشياء كثيرة وكثيرة نملكها أكثر من غيرنا فلماذا لا نكون على الأقل مع قاطرة هذا العالم يعني إلى متى ونحن مستهلكون ومستوردون لما ينتجه الآخرون مجالات الترجمة السكانية في الحقيقة تعجدت هذه المجالات باختلافها وهناك أربعة مجالات رئيسية الاعتناب النمو السكاني هذا النمو مهم جدا لأنه هو وقود للمجتمع إذا نموك السكاني انخفض انخفاضا ولا سيما إذا كان حادا فأنت تواجه خطرا خطر كبير جدا وهذا ربما لم يعطى حقه في بعض الأقطار العربية ونتكلم عن أقطار كانت نموها عالي جدا وإذا به الآن متوسط وهو في طريقه لأن يكون بطيعا ولذلك نسبة التعويض سوف تكون صعبة وما يسمى بالفرصة السكانية ربما يعني البعض قد فاتته والبعض من الصعب عليه أن يحقق مثل هذه الفرصة النمو السكاني وربطه بالتنمية الاقتصادية ما تحدثنا عنه قبل قليل هي تعنى بالنمو السكاني والتنمية الاجتماعية وأيضا النمو السكاني والصحة وموضوع التغذية الأمراض الأشياء هذه من مجالات التربية السكانية وأضافت اليونسكو بعد ذلك مجالات أخرى كالسكن والتنمية والسكن والتنمية الاجتماعية السكن والحياة الأسرية السكن والصحة والتغذية السكن والموارد والبيئية ديناميكية السكان وحركة السكان هذه كلها في الحقيقة من الموضوعات ذات القيمة في مجال التربية السكانية ونخلص إلى أن السكان والبيئة من الأمور المهمة في عملية التربية السكانية الخصائص الديمغرافية للسكان مثل العمر والتركيب العرقي وبنية الأسرة والتوزيع السكاني أمر مهم جدا وهنا على ذكر التوزيع السكاني يعني لما ننظر إلى بعض الأقطار العربية أنه كمصر يعني عدد السكان الآن يناهز المئة والخمسة عشر مليون نسمة موجودون في مساحة ربما يعني لا تزيد عن ستة إلى سبعة في المئة من هذا البلد الشاسع الذي تزيد مساحته عن مليون كيلو متر مربع لما ننظر إلى بعض المدن العربية الكبرى كالرياضة العاصمة السعودية يقنها نحو 12 مليون نسمة وهم آخذون في النمو يعني الهائل والسريع 12 مليون نسمة معنى ذلك أن ثلث سكان هذا البلد السعودية يسكنون في العاصمة يعني هذه أمور في الحقيقة يترتب عليها ظهور إشكاليات وقضايا في مثل هذا الأمر هناك أيضا حركة السكان معدلات الموليد والوفيات الخصوبة نحن الآن عندنا أمد الحياة ارتفع في الوطن العربي يعني بعض الشعوب العربية تقريبا أمد الحياة معدل ما يعيشه الإنسان والأعمار بيد الله قارب الثمانين عام في السعودية وصل إلى ثمانية وسبعين عام أعتقد أنه في البحرين وصل إلى ثمانين أو تجاوز ذلك لكن هل من يعيشه ثمانين عاما بقواه وعوامل الصحية كالياباني أو الألماني أو الأمريكي يعني أمراض هناك الأمراض المزمنة منتشرة لدى كبار السن في الوطن العربي فهذا الأمر في الحقيقة برضو مهم الثقافة السكانية موضوعات الهجرة وهذا نشاهده في الحقيقة نشاهده في بعض الأقطار العربية شعوبها بسبب حروب داخلية بسبب حروب خارجية يعني حصل حالات هجرة كما هو الحال في الصومال وفي العراق وغيرها من هذه الأقطار العربية العزيزة هي في الحقيقة من مجالات الاعتناب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط ذلك بالسيرورة العامة للمجتمع تضع خارط الطريق لهذا المجتمع مفاهيم ذات علاقة مهمة في مجال السكان لدينا مفاهيم في موضوع حجم السكان وسوف نأتي علىها في عجالة مفاهيم لها علاقة بتركيب السكان مفاهيم بأنماط توزيع السكان كيف يتوزعون مفاهيم بالتنمية السكانية ومفاهيم في مصادر البيانات يعني هذه القائمة العريضة في الحقيقة من المفاهيم التي لدينا كثيرة جدا كل منها يستحق في الحقيقة أن يعطى دقائق لكن أنا أمر على بعضها لدينا الطفرة السكانية لدينا الطفرة السكانية هذه تحققت في بعض الأقطار العربية أن حكوماتها دعمت عملية تعدد أفراد الأسرة وموجودة يعني تمثل الكويت يعني نموذج كبير في هذا الجانب والإمارات يعني أقطار الخرج بشكل عام وخاصة يعني الكويت والإمارات وقطر في هذا الجانب فهنا مفهوم الطفرة السكانية وخلق يعني قاعدة عريضة من الجيل الصاعد هذا مهم في الحقيقة في كثير من الأقطار العربية لم يكن مهما في جميعها النمو الصحري يعني انعدام النمو للسكان يعني يكون عدد الوفيات مساوي لعدد المواليد وهناك في بعض الأقطار العربية بدأ هذا الأمر يعني يلوح في الأفق صحيح لن يتحقق الآن لكن لا نريد أن نصل إلى ما وصلت له الدول الإسكندرانية يعني البحرين الآن النمو السكاني فيها بطيء جدا على حد الطلاعي هناك الهجرات السكانية ولها أسبابها عرجنا عليها لدينا موضوع في الحقيقة التركيب العمري للسكان يعني هو التركيب العمري يعني النموذج المثالي أنه يكون 50% من السكان ذكور و50% إناث هذا نموذج صعب في الحقيقة يعني أنه يتحقق لكن إذا كان الفارق إلى 10% لا بس في ذلك يعني 60% ذكور 40% إناث أو العكس 60% إناث أو 40% ذكور الفارق تحت السيطرة لكن إذا زاد أي يوم منهما عن الآخر تبدأ في الحقيقة فيه إشكاليات يعني على سبيل المثال من الأمور التي تستحق دراستها أنه التوزيع النوعي الذكور والإناث في السعودية كان لصالح الذكور ثم أصبح نسبة يعني متوازنة 50% ثم بدأ الآن الفارق لصالح الإناث تقريبا الآن نتكلم عن 52% إناث 48% ذكور هذا يترتب عليه أشياء كثيرة يعني ليست القضية التوزيع لكن يترتب عليه أمور لابد أن نستعد لها لهذا التغير هذا الأمر يعني لا يلقى الاعتناء في تقديري الذي يستحقه التركيب الديني أحيانا سواء كان اختلاف الأديان أو اختلاف المذاهب هذا أمر مهم لتحقيق يعني العدالة المجتمعية بين أفراد جميع مواطنون فهذا الأمور لابد أنها تكون محصورة ويتم التعامل معها بمهنية وموضوعية وحيادية تامة أيضا التركيب المهني لابد أن يكون موضوع للسكان الحرم السكاني وما أدراك من الحرم السكاني يعني لدينا الآن فجوات خطيرة جدا في الحرم السكاني في كثير من الأقطار العربية يعني لما نصل إلى الحرم السكاني في دول الخليج العربي نجد أنه في القوة العاملة هذا الحرم السكاني في حالة من الانبعاج السبب هو العمالة الوافدة فهذا الأمر يسبب إشكاليات في الحقيقة ويسبب ضغط أحيانا على نوع من الخدمات وأمور كثيرة ولسيء من الخدمات الصحية والتعليمية وكذا والسكانية فهذا الأمر لابد أن يكون في الاعتبار النافذة الديمغرافية التي أشرت لها قبل مدة هي يعني فرصة للمجتمع وهذه موجودة الشعوب العربية توصب بشكل عام بأنها شعوب شاب يعني على سبيل المثال للحصر الشعب الجزائري 80% تقريبا نسبة الشباب أو ما يقاربها يعني من السبعين إلى الثمانين في المئة الشعب السعودي فيه تقريبا لا يقل عن سبعين في المئة وكذلك الشعب العراقي وغيرها يعني لا يوجد أقل من تقريبا من خمسين في المئة الشباب هم الذين يدورون يعني دفة الأمور فلابد أن نستفيد من هذه الطاقات التي لدينا في عملية بناء المستقبل ويعني الدخول في كثير من المشاريع التنموية وهنا التنمية المستدامة حاضرة معنا في هذا السياق أيضا عندنا في الحقيقة نعم توزيع السكان وهذا أحياني يحتاج إلى عملية قراءة لهو إعادة توطين السكان بشكل يعني فيه تراضي ليست هجرات إجبارية لكن لما يكون السكان متكدسون في مساحة أربعة خمسة في المئة من البلد وفي العاصمة السياسية لذلك البلد أو في مدينة معينة هذا لا شك أنه معنى ذلك أن المناطق الأخرى أو الولايات أو أطراف البلد لن يكون فيها تنمية حقيقية على يد أبناء البلد فهذا أمر يعني يحتاج في الحقيقة إلى إعادة توزيعه بخطط وهنا التنمية المستدامة تكون حاضرة معنا في هذا الأمر حتى يكون لأن تلك المناطق أصبحت مهمشة وطاردة فهم يتوجهون إلى المدن الكبرى بحثا عن الوظائب بحثا عن التعليم الخدمات الصحية كل أنماط الرفاهية التي ينشدونها تضاعف السكان هو في الحقيقة هذا المفهوم أو ما يسمى تضخيما له الانفجار السكاني وكذا فيه نظريات كما نعلم وكذا لكن لو نظرنا عالميا أنه التجربة الصينية هي في الحقيقة في تقديري الخاص أنها أسكتت كل من يعترض على موضوع أنه الحجم السكاني الضخم هو عايق لتحقيق التنمية المستدامة عظمة الصين الآن وقوتها الاقتصادية يعني وتقدمها هو أحد بل هو أهم سبب فيه هو ذلك الرصيد السكاني الضخم لدى الصين لو لا هذا الرصيد السكاني الضخم وما كان ذلك الكم الكبير من المنتجات والصناعات ولما كان هذا الحجم الاقتصادي المهول ولما حققت هذه التنافسية وهذه المكانة العالمية قوتها في المقام الأول هي آتية من الجانب الاقتصادي وأكبر داعم له هو الرافض السكاني لكن يبقى هناك يعني أرى تقول بأنه ربما زيادة السكانية المفرطة لها بعض الإشكاليات نعم لها إشكاليات إذا ما تم التعاون معها بتخطيط يعني مناسب وفي حينه الضخم السكاني يكون هناك فئات سكانية تمثلوا مثلا قضية الموهوبين من المجتمع لديك من الشعب هؤلاء لابد يتم حصرهم والتعرف عليهم والاعتناب بهم وبتعليمهم هؤلاء سوف يكونون هما المفكرين والعلماء والمنظرين وهم الذين يرفعون من شأن هذا البلد حركة تنقل السكان من الأمور المهمة كيف يتنقل السكان يتنقلون حسب وظائف يتنقلون حسب الفرصة الوظيفية والظروف مناخية هذه لابد التركز السكاني يعني لما ننظر للمملكة العربية السعودية ثلثين سكانها يعيشون في منطقتين إداريتين منطقة مكة المكرمة يعني اللي هو تقريبا الحجازة الأوسط فيه الثلث ومنطقة الرياضة الإدارية فيها الثلث طيب بقية هذا البلد الكبير الذي مساحة تزيد عن 2 مليون كيلو متر مربع لا يعيش فيها إلا الثلث هذا الأمر يعني ربما يكون أحياناً فيه إشكالية كما الرشد على ذلك في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة التعايش السكاني والتبعث السكاني يعني أحياناً لما يكون السكان متفرقين في مناطق هذا يؤثر على عملية إيصال الخدمات الندرة السكانية هذا ربما ما هو موجود عندنا في الوطن العربي بشكل ملحوظ لكنه موجود في بعض المجتمعات ونخشى أنه نصل إلى مثل هذا الأمر الخلال السكاني مناطق جذب السكان لابد أن تكون متنوعة لأن خطط التنمية المستدامة والرؤى أنه خلق فرص في كل مناطق المملكة نتكلم عن الرؤى التي طلعت على موجز لها سواء كان في السعودية أو في دول الخليجة الأخرى خلق فرص وظيفية واقتصادية واعدة في كل ولاية أو في كل منطقة في ذلك البلد هناك في مناطق طرد للسكان التي مثلا بسبب وجود زلازل براكين بسبب وجود مخاطر طبيعية أو أيا كان تلك المخاطر كيف نحن نتعامل مع مثل هذا الجانب الافتقار السكاني عموما أشياء كثيرة جدا في الحقيقة الانتقال السكان إلى التحضر إلى المدن على حساب هجرة الريف والبادية هذه بدأت تورك كثيرا للمجتمعات العربية يعني معظم دول الخليج نستطيع أن نقول لا يقل عن 80% من شعوبها يسكنون في المدن معنى الريف الذي يقدم لنا القداء والريف الذي يقدم عملية التوطيل للسكان وكذا معناته أنه فيه تدهور في رصيده السكان موضوع المصادر البيانات في الحقيقة التعداد السكاني هذا شرط يعني فيه إشكاليات وهذا يعني مثل تقيم طالب لما يكون التقيم ما هو سليم النتيجة التي تبنى عليه وتوجيه هذا الطالب نحو مسار تخصصي أو نحو وظيفة معينة لن يكون سليما فالتعداد السكاني فيه ما زال يعتمد على الطرق التقليدية وكذا وعملية الرصد الآلي وعملية كذا هذه الأمور نحتاج إلى نتعاون يعني مع دول ومع شركات ومؤسسات وعالمية كيف هي تتعامل مع مثل هذا الأمر المسوحات السكانية كل هذه من تلك لكن هذا العمر ربما يتحقق في الحقيقة مع موضوع اللي هو موضوع الحكومات الأكترونية يعني حالات الربطة الآن وهذه مشاهدة في كثير من الأقطار العربية نتكلم من واقع يعني معرفة البسيطة أن الحكومة الأكترونية في كثير من أقطار الخليج العربي بدأت تساعد في عملية التعداد السكاني بإعطاء إحصاءات دقيقة جدا خاصة للأشخاص الذين توفوا أو الذين فقدوا أو الذين خرجوا من البلد أو شيء من هذا القبيل بعد ذلك عندنا المؤشرات السكانية المؤشرات بالحقيقة أنا أريد أني أختصرها المؤشر هو عملية تنبؤ مستقبلي للوضع السكاني كيف سوف يكون ووفق هذا التنبؤ نحن نستعد له إذا ما أردنا أننا نحقق موضوع التنمية المستدامة يعني ليست فقط شعارات بقدر ما يكون الأمر حقيقة ملموسة فهذه المؤشرات السكانية من الأهمية بما كان الاعتناء بها عندما نقدم موضوعات في التربية السكانية وأيضا يتناولها يفترض الإعلام يعني على سبيل المثال من المؤشرات السكانية التي هي مهملة لدينا تفشي بعض الأمراض يعني التي تؤدي يعني تؤدي إلى الوفاة ولا يعرف أعدادها كالأورام شافان الله وإياكم وحمانا منها وغيرها لا يوجد في الحقيقة مؤشر خطير مثل هذا الأمر في جانب الاعتناء يعني أحد كما ذكرنا مجالات السكان هو المجال الصحة والتغذية لا ينظر في مثل هذا الجانب مؤشر على سبيل المثال في قضية أنه البطالة المقنعة بدت يعني تتفشى في كثير من الأقطار العربية لا سيما ترك الأقطار التي ينظر لها بأنها حققت يعني عوائد اقتصادية كبيرة وعندها ربما أحيانا فائض في ميزانياتها لديها نوع من البطالة المقنعة يعني مجموعة من الأشخاص يمارسون عملا أكبر من حاجة العمل لهم ويمارسون ذلك العمل أو تلك المهنة بأشكال تقليدية فهذا في الحقيقة مؤشر إلى مثل هذا الأمر أيضاً عندنا قضية الإنعزال الإقطاعي وتطوير بعض الأمور الخاصة بالهجرة مؤشرات الوفيات يعني الآن الوفيات لدينا خاصة في موضوع بعض جانب السيارات يعني أحد الأقطار العربية قبل في عام 2010 صنف الوضع لديها بأنها البلد الأول في العالم الذي سبب الموت في حوادث السيارات هذا البلد العربي هو من أفضل دول العالم في شبكة الطرق ويمتلك مواطنه السيارات الفارهة وأفضل الماركات العالمية لكن المؤشر هو في الحقيقة كان التهور والأشياء هذه هذا جانب سكاني ما هو مرصود لخلق توعية لدى السكان بقضية أنه أكثر الوفيات تكون بسبب هذه الحوادث مؤشرات الإسقاطات السكانية لأمور واقعية يعني الآن هذا التكدس الذي يحصل في كثير من المدن سوف نأتي لها يعني لدينا مدن كبرى في الوطن العربي يقطنها عشرات الملايين كالقاهر أو الرياض وبغداد والدار البيضاء والقرطوم وغيرها كيف سوف نخدم هؤلاء السكان أمر ليس سهلا أمر في صعب صعوبة بالغة فكيف يتم تفكيك هذه المكونات البشرية أو التعامل معها في وضعها الحالي كيف سوف يكون يحتاج إلى أمكانات جبارة مادية وحتى يتحقق التنمية المستدامة نحن لدينا في رؤية المملكة الآن في مدينة جدة المدينة المعروفة يعني لإعادة جدة لتكون جدة جديدة في المجالها العمراني وتحسين المنظر البصري جنوب جدة وبعض أجزاءها الأخرى أزيلت هذه احتاجت إلى مبالغ طائرة لتعويض المواطنين ولبناء شبكة من البنية التحتية للخدمات ومساكن جديدة وأشياء هل كل الأقطار العربية قادرة عن توفر هذا الزخم الكبير من الجانب المادي طبعا الإجابة لا فهذا الأمر لو اهتم به ظاهرة يعني تضخف معداد السكان في المدن خاصة العواصم أو المدن التجارية لا تحاشينا مثل الوقوع في هذه الإشكاليات مؤشرات التركيب السكاني الخصوبة تنخفض حجم الأسرة يصغر لدينا هل هذه بشارة خير أم غير قضية لابد نحن نحتاج في الحقيقة إلى رصيد سكاني يقينا كثيرا من نوائب الذهر كما يقولون فهذا الأمر يحتاج في الحقيقة إلى أن تقرأ مؤشراته مؤشرات التنمية البشرية وإنتاجية العامل كم لدينا أحيانا يقال بأنه يعني العامل والموظف العربي يداوم ثمان ساعات في اليوم لكن انتاجية الحقيقة ساعة أو ساعتان الحرم السكاني الآن لابد أن يكون بشكل متناسق يعني كالشخص الذي يعني بنية الجسمية لابد أن تكون في نسق جميل حتى يظهر بهيئة حسنة كذلك الآن الانبعاجات هذه التي تحصل لدينا خاصة في العمال الوافدة هذه لابد أنها تعالج بشكل أو بآخر عندنا مصادر في الحقيقة لهذه البيانات السكانية لابد أن نعتني بها أعتقد معظم الأقطار العربية لديها مصلحة أو لديها حيئة للسكان أو للحصاءات العامة ومن ضمن اهتماماتها الاعتناع بموضوع للسكان لكن مساهماتها وإنتاجيتها يبدو لي ماهي في ذلك الطموح الذي ننشده أنا أتكلم عن بعض تلك الجهات والمنظمات في بعض الأقطار على حد الطلاعي يعني هي أحيانا في كثير من القضايا السكانية حاضرة غائبة تحضر لكن ليس لها قرار أو لا تصم بالشكل المأمول وهنا في الحقيقة ربما تكون دعوة مناسبة أنه يعني الجامعة العربية أو التي تعتبر هي يعني المضلة أو الخيمة يعني الوطن العربي إنها تعمل هناك يعني منظمة أو هيئة أو مجلس أو كرسي أي أن كان مسمى للاعتناع بموضوع الجانب السكاني الجميع جميع الأقطار العربية محتاجة لا يظن البعض فقط تلك الأقطار التي تعتبر أقل يعني في مواردها أو فقيرة أو كذا لا الجميع يحتاج كل لديه مشاكل مرهقة وربما فقط تختلف في نوعها عن شقيقه الآخر ننتقل إلى موضوع القضايا السكانية الحديثة وبداية نتعرف على عواملها هناك في عوامل دينية التفريقاء كذا وهذا مشاهد في بعض الأقطار العربية وهذه يتم إذكاءها وإحياءها لأغراض أحيان بأيدي خفية من الخارج وتسبب قضية بين السكان باختلاف ديانتهم أو مذهبهم أو عرقهم ويعني في تلك الدول الغربية هم تعايش مع بعضهم البعض باختلاف أجناسهم وأديانهم وثقافاتهم وخلفياتهم ونحن أبناء القومية الواحدة نختلف لأمور يعني يفترض أنها كانت نقاط للتمايز وتثري المجتمع ثقافيا وفكريا قبل أن تكون هي نقاط لتمزق المجتمع أيضا عندنا العوامل السياسية أحيانا وتحولاتها تؤثر على سبيل المثال السودان الشقيق عندما فصل إلى دولتين وقضية انتقال المواطنون والذين في الجنوب وهم من الشمال كيف انتقلوا والذين من الشمال وهم أصلا من الجنوب كيف صار الوضع وكذا عوامل اقتصادية مؤثرة كبطالة أو غيرها أو جائحة تصيب البلد أو كذا وجائحة كورونا ليست ببعيد وما حقته في بعض الأقطار العربية خاصة من يعني الوضع كان متأزم ثم ازداد تأزما على ما هو عليه وأدت في الحقيقة إلى عملية خمك كبير لتلك المجتمعات عامل الهجرة عامل الهجرة عامل الهجرة بسبب ظروف يعني حرب أهلية أو ظروف فقر ومجاعة في البلد أو أيا كان ذلك السبب هو من الأمور التي تسبب قضايا سكانية عامل الحروب والمنطقة العربية للأسف يعني خلال القرن العشرين هي خرجت من براتنا الاستعمار ودخلت في حروب يعني حروب أهلية أو حروب مع دول جوار وبسبب يعني قضايا وأمور يعني اعتقد بأنها كانت هي التي دفعت مثل هذا العمر فهذا الجانب برضو ألقى بظلاله في الحقيقة على الوضع السكاني وأحيانا أدى إلى نوع من إيقاف التنمية كذا لما نتكلم مثلا عن حرب الخليج الثانية في حرب تحرير الكويت هذه الجميع يعني تضرر منها وعملت لدى دول الخليج نوع من التوقف أو البطل الاقتصادي مقابل يعني تكاليف هذه الحرب وغيرها مجالات القضايا السكانية أيضا من ضمنها الموارد والغذاء للسكان وقبل الموارد نقدر نقول المصادر المصادر هو المتجدد الدائم والموارد هو القابل للنبوط أو قابل في يوم ما هذا الاستقناع عنه هذه في الحقيقة مهمة وتوفير الغذاء للسكان نحن لما ننظر الآن يعني يحس المواطن العربي منوع من الحرقة أقطار عربية كانت تصدر القمح تصدره ثم مضمحل الأمر وأصبحت تكتفي والآن تستورده إشكالية كبيرة جدا يعني هناك أمور تحارب فيها الأقطار العربية ومن ضمنها زراعة القمح تحت برايع أنه الاستيراد هو أرخص وأقل تكلفة من الاستيراد فهذا أمر يعني هناك في مقولة الملك الراحل الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله كان قائد لمشروع زراعة القمح في المملكة وحوى كثير من مشاريع من الصحاري في بلاده إلى مزارع ضخمة للقمح ووصل إلى الاكتفاء ووصل إلى التصدير وأصبحت السعودية تصدر القمح من بلد من كبار الدول المستوردة له إلى أنها مصدر فأتى له من أتى من الغرب يقنعون بأنه مكلف صحيح هو مكلف قال أنتم تضمنونه لي في السلم فمن يضمنه لي في الحرب وهذه مقولة تنم عن حكمة كبيرة جدا لكن هذا الوضع ما كتب له لأنه يستمر وحصلت إشكاليات يبدو في توزيع أماكن زراعة القمح لم يكن موفقا ومدروسا فتم الرجوع إلى الاستيراث قضايا السكن وما أدراك ما السكن تقريبا يعني لا أبالغ على حد اطلاعي إذا قلت أنه لا يوجد قطر عربي إلا والسكن يعتبر قضية مقلقة حتى تلك الأقطار التي توصب بأنها غنية أو ثارية وهذا عائد كبير أمام تحقيق التنمية المستدامة قضايا التركيب والهجرة للسكان يعني خاصة إما الأقطار العربية الأقل نموا أبنائها يهاجرون ونشاهد نحن أحيان يعني مناظر محرقة ومؤسفة عندما أبناء هذه الأقطار يعبرون البحار ويغرقون في سبيل طلب للعيش والحياة الكريمة في أوروبا أو في غيرها أو عندما يعني يأتي الأخوان الوافدون ويسيطرون على مقاليد الاقتصاد في ذلك البلد ويصبح أبناء ذلك البلد الثري يعني لا يجدون عملا فهذه أمور يعني ربما المنطقة العربية هذا النوع من القضايا يمكن ينتشر فيها أكثر من أي بقعة في العالم قضايا العمل وأنظمة العمل والأوائح وساعاته وما للعامل وما عليه هذه مرتبطة بالجانب الشكاني هناك بالحقيقة يعني من الأمور الأخرى التي تعتبر قضايا عندنا اللي هو عملية قضية أن بعض السكان ليس لديهم جنسية يعني وهذه موجودة لدى بعض الشعوب يعني هناك مثلا في منطقة دول الخليج قبائل عربية عريقة وأصيلة مع التحديد الذي حصل للحدود بفعل المستعمر يعني أصبح هؤلاء أبناء هذه القبال ليس إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ومؤرقة لهؤلاء الناس يعني الإنسان يفتقد هويته إذا كان لا يحمل جنسية بلد معين كيف يسافر كيف يعني مؤذية من جميع النواحي معنويا وفي توفير الخدمات له إلى غير ذلك قضايا في الحقيقة كثر كثر يعني الوقت يحودون أن نستعرضها وممكن أننا نلقصها في قضايا في موضوع الخصوبة الخصوبة قضية مهمة وفي تقديري أنها لا تحظى بما تستحق من اهتمام موضوع يعني وثيرة الزواج المبكر لا بد أنه ينظر فيه ويعاد ومحاولة إزالة أي العوائق صحيح وهذا لا يعني أن المرأة لا تعمل لا تعمل لكن إنشاء دور لحضانة الأطفال لكذا لابد البطالة هذه قضية مؤرقة سواء بأنماطها التقريدية أو بنماطها المقنع العمالة الوافدة لابد أن ينظر فيها خاصة في الدول النفطية موضوع السكن لابد أن ينظر فيه وهناك بالحقيقة بعض المعالجات في المثل هذا الأمر التي يعني تستحق أن تم التأمل فيها لعل أنها تكون مساهمة في معالجة تلك القضايا السكانية إنشاء مراكز بحثية في هذا الأمر ويوكل أمرها إلى أصحاب الفكر والتخصص وإنشاء شراكات مع مؤسسات دولية لمعالجة مثل هذه الأشياء الاستفادة من تجارب الشعوب والأمم المتقدمة وهذه التجارب ربما تكون حتى من دول هي أقل النمو منها يعني على سبيل المثال في جمهورية بنغلاديش الإسلامية الشقيقة يعني هناك خرجت أفكار رائعة جدا لمعالجة الفكر ومعالجة السكن ممكن ممكن أننا نستفيد منها تركيز على التوطين صناعة معين أو نمط اقتصادي معين يعني هذا نجحت فيه بنغلاديش عندما وطنت صناعة الأقمشة الآن بنغلاديش من أفضل دول العالم كما ونوعا في إنتاج الأقمشة والملبوسات والأسيام للأطفال بخامات وماركات عالمية لا يوجد في الحقيقة بيننا ما هو محتاج أو فقير كل قطر عربي يستطيع أنه في مقدراته أنه يتخلص بكثير من قضايا التي تورقه إذا ما فكر فيها بعمق وإذا ما تعاون مع الجهات المختصة وبدءا من أشقائه فكل منها يستطيع أن يقدم للآخر ما يستطيع لبلغ ذلك الهدف النفيس وهو التنمية المستجرية نعرج الآن على دلالات في الحقيقة رقمية لملامح الوضع السكاني في الأقطار العربية نحن تعدادنا يعني الآن شارف على نصف مليار معشر العرب الآن تعدادهم يعني 468 نحن نستطيع أن نقول لن يأتي عام 2030 والعلم عند الله إلا ونحن 500 مليون عربي رقم مهول جداً في الحقيقة وهو لا يدعو إلى التشاؤم أو إلى الخوف بقدر ما يدعو إلى التفاؤل هذا الرقم إذا تم التعامل معهم لا شك بأنه هو أكبر ما يعول عليه بعض الله في تحقيق التنمية المستدامة ولعل ما أشرت له في موضوع التنمية في الصين ما يدعم مثل هذا الأمر وهذا في الحقيقة الحجم السكاني العربي سوف يصل إلى تقريبا ضعفه في 2050 كما سوف يمر معنا بعد قليل في بعض الحجام السكانية للأقطار العربية أيضا لدينا في الحقيقة الخصوبة هذه تحدثنا عنها كثيرا وأنها تستحق الاهتمام لكن الإشكالية يعني نحن الآن حالات الوفيات من الربع تم خفضها بنسبة كبيرة ولله الحمد بتعاون حتى في الدول العربية الأقل نموا كجيبوتي والصومال وجزر القمر وغيرها لكن الإشكالية التي ظهرت لدينا في الخصوبة الخام بسبب تأخر سنة الزواج بسبب يعني ما يمنع من الحمل بكذا هذه الأمور بدت فيها إشكاليات وانخفار الوفيات في الحقيقة الآن يعني كبار السن موجودون لكن هم يفتقدون إلى دور رعاية نعم السياق العربي ولله الحمد والمنة يعني الأسرة ترعى كبارها حتى لو لم يكن له أبناء أو بنات أقاربه من أبناء عمومته بل حتى ربما جيرانه زملاءه الذي يقدمون معه يعتنون به لكن دور الرعاية في المجتمعات العربية ليست من حيث لا الحجم ولا من حيث الإمكانات ما فعلا تكون هو مكان مريح يليق بهذا الإنسان سبعا كان رجلا أو مرأة الذي وصل إلى هذا العمر وخدم وطنه بقدر ما يستطيع نأتي الآن على طلال سريع على الأحجام السكانية في الأقطار العربية في الحقيقة يعني هناك نحن ذكرنا بأن التعداد الآن أربعمائة خمسة ستين أربعمائة ستين مليون نسمة هذا العدد المهول الحجم السكاني الشريحة التي بعد من فضلك يا أستاذ محمد هذا العدد المهول لو نحن يعني تم تسخيره في موضوع التنمية المستدامة لكان ذلك يعني إن شاء الله بارقة أمل لنا في أننا نأخذ مكانا الذي نستحقه بين مصاف دول وإقطار العالم هذه تقول بأن مصر الآن سكانها 111 مليون السعودية في قمة الحرم تليها السودان 46 مليون الجزائر 45 مليون العراق تقريبا 45 مليون والمغرب 38 مليون السعودية 37 مليون وهكذا يعني إلى أن نصل إلى الأقطار الصغيرة كما هو الحال في جزر القمر يعني قرابة المليون أو شيء من هذا القبيل الحجم السكاني مهم لكن هناك أمر لا يقل أهمية عن الرصيد والحجم السكاني وهو طبيعة التركيب التركيب للسكان يعني هنا في مفارقة لما ننظر إلى نسبة المتعلمين هي مرتفعة نسبة المتعلمين ونسبة غير المتعلمين يعني الأمية هي بالرغم من مصر وحجمها السكان الكبير وطاقاتها البشرية ما شاء الله في كل مجال وهم يعني من سبل الفخر على مستوى الوطن العربي والعالمي ولكن نسبة الأمية مرتفعة في مصر يعني لا تقل في الإحصاءات ما بين 20 إلى 30% طيب ما هو أكثر الشعب عربي متعلم هو من أقل هذه الشعوب من حيث الرصيد السكاني وهو الشعب البحريني فهذا في الحقيقة يعني الجوانب هذه الأحجام لها قيمتها لكن أيضا التركيب الذي في الداخل لما ننظر إلى الصورة المستقبلية نحن نتحدث عن يعني بعد 27 عاما من الآن في منتصف القرن الحاجي والعشرون 2050 كما أسلفت عدد العرب سوف يصل إلى 700 مليون وتقريبا يعني هذه الدول الآن بترتيبها سوف تحافظ على مراكزها مصر سوف يصبح عدد سكانها 160 مليون السودان 85 مليون العراق 75 مليون الجزائر 60 مليون في بلد عربي يعني آتي من الصفوف القلفية سوف يصبح يعني بحجم سكاني كبير وهو اليمن 55 مليون وهكذا والسعودية 48 مليون والمغرب 45 مليون أحجام كبيرة في الحقيقة يعني أقل البلاد العربية البحرين وجيبوتي وجزر القمر يعني تتراوح ما بين المليون إلى المليونين فهذا الرصيد السكاني نعتبره بارقة أمل إن شاء الله بالرغم من أنه الخصوبة في انخفاض بالرغم النمو السكاني في انخفاض إلا أنه هذا الرصيد يعني في ظل المعدلات العالمية هو الأفضل هو الأفضل وهذا إن شاء الله إذا ما تم توظيفه سوف يكون رافضا للتنمية المستدامة هناك يعني آثار للنمو السكاني في موضوع التنمية المستدامة في الجانب الاستهلاكي في سوق العمل يعني كم مليون نحن العرب الآن من خمسة إلى سبعة مليون سنويا يزيد عدد سنويا كم نحتاج إلى كم فرصة عمل نحتاجها في كل عام هل هي تتناسب مع هذه الزيادات هذا أمر يعني يجيب عليه المختصون في التخطيط في الجوانب الاقتصادية الادخار والاستثمار ثقافة الادخار والاستثمار وحسن الاستهلاك وترشيد الاستهلاك لدى المواطنون العرب تحتاج إلى مراجعة يعني هناك الطار عربية تسرد كميات مهولة من الأغضية لا سيامة من القمح والأرز وغيرها بما يعادل لو كان عدد السكان ذلك البلد منما السكان لذلك البلد في الحقيقة ثلث هذا العدد لكنهم استهلاكهم مئة مليون بسبب عدم ترشيد الاستهلاك هناك أيضا المدن وهذه في الحقيقة ذكرتها لقبل لكن هذه المدن الكبرى لا بد من معالجات لها يعني أصبح حتى ليس على مستوى الوطن العربي عالميا وهي لا أعلم إذا كانت مزية ولا سلبية لما يكون عندنا القاهرة أكثر من 20 مليون الرياض 12 مليون بغداد 11 مليون الدار البيضاء 8 مليون الفرطون 7 مليون هذه المدن يعني فيها تعقيدات كبيرة لابد من مراجعتها ننتقل للمحور الثالث والأخير اللي هو التنمية المكانية التنمية السكانية المستدامة يعني لن أخوض في موضوع مفهومها فهو واضح للجميع بقدر ما نريد أننا نركز على الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي وضعت من منظمات العالمية وأعتقد هيئة الأمم المتحدة أشرفت على وضعها هناك 17 هدفا عالميا وضعتها اللي هو القضاء على الفقر إذا كان ممكن أعتدر دكتور فهد إذا كان ممكن أن تختصر هذا المحور لأن لكي نفتح المجال للنقاش بقيت فقط نعم عطيني خمس دقائق إن شاء الله أنا أتيت إلى قرابة النهاية مرحبا خمس دقائق فهنا الأهداف العالمية 17 من مكافحة الفقر يعني القضاء على الجوع والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين وإن كان المساواة هذه نحن كمسلمون فيها نظر العدالة مطلوبة لكن المساواة يصعب تحقيقها في جميع الأحوال بين الجنسين موضوع نقل المياه والطاقة يعني من القضايا المهمة للسكان موضوع المياه يعني حتى هناك كتابات وتنظيرات إنه لو كان هناك حرب عالمية ثالثة فإنها سوف تكون بسبب المياه ومنطقة الشرق الأوسط التي هي معظم منطقتنا العربية تكونها سوف تكون في قلب هذا الحدث موضوع في الحقيقة هناك هجرة العقول يعني موضوع العمل البائق الصناعة والابتكار هذه الأهداف يعني السبعة عشر المعلومة للجميع في التنمية المستدامة إن لم يكن جميعها فعلى أقل تقدير معظمها تتبنى التربية السكانية والتنمية السكانية المستدامة تعنى بهذه الأهداف السبعة عشر ولا سيما ما يختص منها ب يعني احترام بيئات العمل وما يختص منها باستثمار الأمثل للعقول والموارد وما يختص منها ب يعني عملية خلق أولويات للمجتمع وما يختص منها بالقضاء بالاهتمام بالتقنية والارتقاء بالإنسان ولذلك يعني نحاول أننا نصل إلى مجالات التنمية السكانية المستدامة التي تتوافق مع ما تدعو له التنمية المستدامة هناك في مجالات للتنمية السكانية المستدامة يأتي المجال الاقتصادي في مقدمتها يليه المجال الاجتماعي ثم المجال السياسي ثم المجال البيئي في المجال التقني هذه أهم خمسة مجالات وهناك في الحقيقة مبادئ للتنمية السكانية كالإنصاف والتمكين وحسن الإدارة المستدامة والتضامن لنحقق التنمية بغية تحقيق التنمية السكانية المستدامة لابد لنا من ترشيد الاستهلاك في الثروات والمصادر والموارد لابد لنا من العمل الجاد على سد الحاجات البشرية لابد لنا من العناية بالتنمية البشرية ولابد لنا من تنمية اقتصادية رشيدة واقعية بعيدة عن الأمور البراقة والبربقندا الإعلامية والأشياء لما نتكلم عن رؤاء فعلا لدينا رؤية ممكنة التحقيق ونحن نسير بخطة واثقة فيها الحفاظ على البيئة البيئة العربية الزاخرة بكافة ما حباها الله عز وجل من مصادر وموارد هناك فيه مخاطر ومهددات لها لابد من عمل شراكات ناجحة داخليا وخارجيا ولسيما مع المؤسسات الدولية المشهود لها لابد لنا من الاعتناء بأنماط معينة من الاقتصاد والابتعاد عن أنماط أخرى الأنماط هناك تقريبا أربعة أنماط سلبية أو سية من الاقتصاد لابد أن يبتعد السكان عن ممارستها بغية تتحقيق تلك التنمية المستدامة كالاقتصاد الأسود الذي يقوم على المتاجرة والبيع للممنوعات أي أن كان مسماها والاقتصاد الرمادي الذي يقوم على الصناعات المقلدة أو الصناعات التي لا تخضع للجوانب الرقابية والأسيما الصحية أو الاقتصاد البني الذي يحقق شيئا إيجابيا على حساب ضرر معين والاقتصاد الأحمر الذي يكون بيد سلطة معينة تسير الأمور هذه أربع نحضر منها وفي المقابل نعتني بثمانية أنماط من الاقتصاد الاقتصاد الأزرق الذي يعنى بالبيئة البرية والاقتصاد الأخضر البيئة البحرية والاقتصاد الأخضر الذي يعنى بالبيئة البرية أو اليابسة والاقتصاد البنفسجي الذي يقوم على الاعتنام بالموروث وهذا مركزكم يا دكتور عبدالعزيز يعتني بالاقتصاد البنفسجي لأن الموروث له قيمة التراث والموروث وأيضا كذلك الاقتصاد البرتقالي الذي هو خلق الإبداع من التراث والموروث وكذلك الاقتصاد الفضي الذي هو صناعات معينة لفئة معينة ككبار السن أو المعاقين والاقتصاد الدائري الذي يقوم على إعادة الاستخدام وإعادة الإنتاج لما تم تصنيعه من السابق والاقتصاد الأبيض والرقمي الألكتروني كل هذه لابد نحن في مجال التربية السكانية نعنى بها ونحن هنا نعمل علاقة بينية مع الاقتصاد من جانب ومع التنمية المستدامة من جانب آخر أقول بأنه هذه الأشياء في الحقيقة تجعلنا الآن نقف أمام تحديات تواجه أقطارنا العربية في موضوع تحقيق التنمية المستدامة للسكان أمامنا الفقر أمامنا التضخم السكاني غير الرشيد أمامنا عدم كفاية مصادر التمويل أمامنا تدهور قاعدة الموارد والمصادر الطبيعية أمامنا الديون سواء كانت ديون على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول هذه التنمية المستدامة لابد أن تضعها أمام ناظريها وتعمل في سياق العلاقات البينية مع الاقتصاد مع علم الديمغرافي السكان مع جميع العلوم الأخرى لحل مثل هذه التحديات أو معالجتها هناك فيه رؤى في الأقطار العربية وهي كما ذكرت سالفا يعني انبثقت من رؤية عاملة وممتحدة وهذه الرؤى تركز على البعد الاقتصادي على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية ومعظم الأقطار العربية وضعت رؤى وهذه الرؤى يعني مداها الزمن قصير وهي الرؤى قريبة الأجل يعني على سبيل المثال في السعودية الرؤية القصيرة الأجل 2030 بدت من 2015 مدة 15 عام تنتهي إلى 2030 وفيه رؤى متوسطة المدى منتصف القرن 2050 في السعودية وفيه الرؤى يعني اللي هي نهاية القرن 2100 ميلادية قطر لديها الرؤى في 2030 البحرين 2030 مصر 2030 تونس 2035 وكذلك الإمارات 2030 والكويت 35 عمان 2040 الجزائر 2030 بلادكم المغرب في 2030 كلها رؤى قريبة نعمل بأنها تتحقق هذا في الحقيقة ما أمكن تقديمه في عجالة واعتدروا عن الإطالة وأملوا مخلصا أن ما تم تقديمه يكون فيه إفادة لجميع من أكرمنا بحضوره واستماعه شاكرا ومقدرا لهذا الكرسي ولمن يرأسه أخي الدكتور عبد العزيز فعرس ولجميع من شرفنا بحضوره إتاحة الفرصة وأتمنى في الحقيقة أننا نكون قد أفدنا وأيضا بذات الوقت أتمنى أننا نستفيد من استفساراتكم وأسئلتكم وتقبلوا أطيب التحايا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أخي وصديقي دكتور فاذ على هذه المداخلة الجد جد جد قيمة صراحة أننا استفدت منها الكثير واستفاد معي تقريبا أزيد قريبا مئة شخص يليجون أو حاضرون معنا افتراضيا رغم أن التكنولوجيا قد حرمت أكثر من مئتين شخص للأسف الشديد هذه الجلسة كما لاحظتم أستاذ فاذ حاول أن يقربنا من مجموعة مفاهيم من مجموعة مؤشرات من مجموعة دلالات رقمية للملامح السكانية من مجموعة قايا للبحث فرصة يعني للطلب الباحثين وفرصة كذلك الأساتذة وكذلك المسؤولين على بعض الفتاعات الطروية والمصالح الخارجية المهتمة بقضايا السكان والتنمية المستدامة في العديد من الدول العربية حاضرون معنا مختلف جهات المغرب حاضرون معنا كذلك من مختلف جامعات وطنية ومراكز تكوين أطر وكذلك حاضرون معنا اليوم من جامعات لبنان من جامعات البحرين من جامعات اليمن من جامعات سعودية من جامعات من عديد من الجامعات ربما سوف نفتح بقية فقط تقريبا أقل من نصف ساعة لكي نفتح النقاش السؤولات التفانات فرصة لكي نستفيد كذلك من من حضور أستاذ معروفي عبدالغني معروفي وهو من أول الناس المهتمين والمؤطرين الذين اشتغلوا على ملف التربية السكانية في وطن المغرب طبعا من أحضان وزارة التربية الوطنية هذه الفرصة لكي يفيد طلبتنا الباحثين وهو كذلك دكتور باحث في هذا المجال ربما أستاذ محمد رمالع لديك تدخل أو مداخلة من بعد نعطون الكلمة الأستاذ معروفي من بعد نفتحون للنقاش إن شاء الله شكرا دكتور عبدالعزيز يعني لابد لي إلا أن أشكرك أولا على هذه الجهود وعلى هذه الشراكة الناجحة بينكم وبين كلية العلوم التربوية بجامعة القديس والتي نأمل أن تستمر وإن شاء الله إلى مزيد من الورش الناجحة كمثل هذه الورشة أود أن أشكر الدكتور فهد على هذه الإضافة العلمية القيمة التي أتاحت لي شخصيا كما قال الدكتور عبدالعزيز أتاحت لي شخصيا الإفادة على المستوى الشخصي بأمور ومعلومات وأحصاءات لم أكن على علم بها شكرا لك دكتور فهد باسمي وبياسم طلاب كلية العلوم التربوية بجامعة القديس يوسف واسمح لي أن أتوجه إليك بسؤالين لو تكرمت بالإجابة عليهما السؤال الأول هل تقترح أن تكون التربية السكانية في مقرر خاص أم مدمجة في المناهج هذا بالنسبة إلى السؤال الأول السؤال الثاني تحدثت حضرتك عن التربية السكانية عند المتعلمين ماذا عن التربية السكانية خارج المدرسة؟ ما هي آليتها؟ قلت أن اليونسكو عرفت هدف التربية السكانية بأنه تمكين المتعلمين أنا هنا أقطبس بأنه تمكين المتعلمين من اكتساب المعارف والمهارات والإتجاهات والقيم متعلمين فماذا عن الذين هم خارج النظام التعليمي؟ وشكرا لك إذا سمحت دكتور فهد نستمع ربما لجميع مداخلات وربما من الأحسن يكون جواب تركيبي ضماناً لتدبير الزمن إن شاء الله ممكن؟ دكتور فهد نعم توضل توضل كما تشاء يا دكتور عبد العزيز دكتورة فادية أطلب كلماناً عن دكتورة مرحباً دكتورة دكتورة فادية كامل مساء الخير مساء النور مساء الخير للجميع طبعاً نشكر الدكتور فهد على هذه المعلومات القيمة التي قدمها والتي فعلاً كما قال الدكتور محمد رمال أستاذي في الجامعة اليسوعية وصديق أنه أفدتنا فعلاً كثيراً بالمعلومات وخاصة العلاقات بين التربية السكانية والتنمية المستدامة سؤالي التعلق صراحة بسأعود إلى العنوان وحول مصطلح العلاقات البينية بالحقيقة أنا أصابني فضول عندما وجه لي الدعوة الدكتور محمد رمال لأعرف ما معنى هذا المفهوم لأنه جديد عليه فاتضح عند الشرح بأنه الانترديسبلينري وقد ورد هذا المصطلح في مناهج البكالوريا الدولية منهج السنوات الابتدائية وبالترجمة ورد على اعتبار تحت مسمى المنهج المتجاوز للمواد فماذا عن هذا المصطلح؟ يعني العلاقات البينية أصل هذا المصطلح من أين ورد؟ ولماذا هذه المصطلحات يعني ما زالت تشكل إشكالا عندنا من مرجع إلى آخر خاصة لأنها مصطلحات في أصلها ذات منشأ غاربي أود معرفة أنه أصل هذا المصطلح كيف ورد؟ وكيف السبيل إلى توحيد هذه المصطلحات لحتى تكون معروفة ومفهومة لهذا الجميع لسيما أن بحثي في الماجستار كان حول هذا المصطلح لكن بالنسبة لي اليوم كان كأنه جديد بالمصطلح يعني شكرا شكرا دكتورة فازيان أستاذ إبراهيم مرحبا أفضل مساء الخير مساء النور مساء الخير أستاذ الفاضل مساء الخير للحضور الكريم والشكر للأستاذ المحاضر على هذه المحاضرة الغنية التي استفدنا منها كثيرا لدي مداخلة إذا سمحتم بخصوص الشق الأول من الموضوع لأنه يؤسس للتربية السكانية باعتبارها تداخل مجموعة من الحقول المعرفية فمن الناحية الفلسفية كانت الفلسفة أم العلوم وتجمع مختلف التخصصات ثم انفصلت بعد ذلك عن العلوم عن الفلسفة لكن ظلت مغدية لها ومؤترة فيها باستمرار ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التخصصات الدقيقة ومعها أصبح الإنسان مهدداً في تقافته ومحدودية زاوية رؤيته للعالم لذلك فالفيلسوف الفرنسي إدغار موران يؤسس من جديد لما يسميه بمعرفة وينتقدوا بعد الفلاسفة عن العلوم وبعد العلوم أيضاً عن الفلسفة ونحن اليوم كبيداغوجيين نتفاعل مع مختلف الحقول المعرفية ونتغدى منها من سوسيولوجيا وعلم النفس بمختلف تخصصاته وعلى مستوى المناهج فالولايات المتحدة الأمريكية حالياً تعتمد ما يسمى في تدريس العلوم مقاربة ستم أي الدمج بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهناك من يضيف أيضاً مكون أرت أي الفن وهي نفس المقاربة التي نسعى حالياً إلى اعتمادها أيضاً في منهاج المغرب في تدريس العلوم أما عن التنمية المستدامة فهي لا يمكن أن تكون سوى محصلة تطبيق نتائج ودراسات العلوم الاجتماعية ويمكن أن نقول أن التنمية دون تربية سكانية ستبقى عمياء شكراً لكم مرحباً مرحباً إبراهيم أستاذ معروفي من بعد أستاذ عبدالغني المعروفي أستاذ أنصاري أستاذ كمال أستاذ أنصاري مرحباً السلام عليكم شكراً لأستاذ عبدالغني وأستاذ المحاضر الدكتور فهد على المعلومات القيمة في موضوع اللي هو مهم جداً عندما نتحدث عن التربية السكانية عموماً هذا مفهوم يبقى بالنسبة حتى لا المختص ولا حتى للمتعلم فهما هو مفهوم الفضفاض ومفهوم اللي يعني شاسع فشكراً ربطوه بالنسبة لأستاذ فات بالمتعلم وبالمناهج التربوية هل فعلاً هل فعلاً اليوم المتعلم لديه القدرة على اكتساب هاته المعارف هل فعلاً المعد العلم اليوم من خلال المناهج التربوية سواء في المغرب أو غيرها من البلدان العربية من خلال تلك الدروس الوحدات المقدمة وهنا نتكلم مثلاً على المغرب حكم أني أستاذ درست تاريخ الجغرافية فعلاً يتم إدماج هاته المهارات وهاته المعارف من خلال مجموعة من الوحدات التدريسية هنا نتكلم مثلاً كما تحدث الدكتور سابقاً على المسألة التوزيع الغير المتساوي للأنشطة والسكان وهناك يخلقنا واحد تباين مجالي لكن هل اليوم المتعلم قادر على استيعاب هاته المعارف أو أنها مجرد وحدات دراسية لتجاوزها مثلاً في امتحاناته الإشهادية أو غير ذلك سواء في المغرب أو في العالم العربي فضل تفضل 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 نعم فضل أخرى عندما أحدث مسألة أخرى الدكتور أعطى مثال بالصين وأعتقد أن وهذا موجهة نظرية أن مسألة الصين على مؤشرات التنموية هنا عندها إشكالات كبيرة جداً أنا إلا غير نعطيه مثال ونعطيه بمثال باليابان اليابان دولة لا تتوفر على موارد طبيعية نهائياً تعتمد على الاستيراد في العامل البشري وهنا نظر على مدى وجود طربية سكانية فعلاً في هذا البلد وربطها بالتنمية المستدامة وهنا فشكاً نقول التنمية المستدامة لانتحدث عن مفهوم الحاكمة والتدبير المعقلاً لهذه الموارد الطبيعية وكيف يمكن أن تخدم هذه الموارد الطبيعية الساكنة اليوم السكان عندنا في المغرب أو في العالم العربي معامل سلبي تجاه الموارد الطبيعية وهذه أصلاً قليلة جداً نتحدث اليوم عن الماء الذي فيه إشكالات كبيرة جداً أغلبية الدول العربية فهي أقل من المعدل العالمي نصيب الفرض وهذه إشكالات كبيرة جداً هل يملوم السكاني هو عامل المساعد أو عامل التنمية في المجدد نظر أستاذ دكتور فهدو تحياتي لجميع شكراً شكراً سيد أنصاري فكرة واضحة سيد عبدغني أستاذ عبدغني معروفي شكراً أسمعوك الدكتور عبدالعزيز أتبالك تفضل سعدني تفضل محمد أكتبيني الصوت أكتب رصوت تسمعوني أوكي أمزين أمزين جيد أولاً أود في البداية نتقدم بشكر الجزيل للدكتور فهد الذي صالة وجالة معرفياً وعمل عمل جاهد على الإحاطة بالإشكالية من جميع جوانبها وهذا شيء مهم في الجانب التنظيري الجانب التنظيري للإشكالية دي التربية السكانية والعلاقة البينية مع التنمية المستدامة وكذلك بعض تصورات على الجانب البدايجي اللي هو مهم جداً أنا شخصياً لدي عدة أشياء هلأت حدث عن التربية السكانية في المغرب لأنه حينما تناول التربية السكانية في الأقطار العربية لم يمشير كثيراً إلى المغرب رغم أن المغرب له تجربة غنية كبيرة جداً وبدأت في تمانينيات القرن الماضي سنة 1981 وهذه التجربة يعني تمكن المغرب بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية بإدماج القضايا دي التربية السكانية في المناهج التعليمية من التعليم الابتدائي إلى التعليم يعني العالي إلى كلية علوم التربية وهذا كان واحد بودلة فيه مجود كبير فلا أدير لا تحدث عن هذا أنا تحدث عن الجانب البيضاغوجي لأن طرحت بعض الأسئلة المتعلقة ببعض الإشكاليات المنهجية البيضاغوجية إذا كنت تريد أنا تحدث عن الجانب تاريخي للتربية السكانية ولكيفية تعريف الذي أعطيه لها في المغرب وكيف تم إدماجها في المناهج التعليمية في مؤسسات تكوين وفي الجامعة أم تريد أن أن خارط في الإجابة عن بعض الأسئلة الشائق التي طرحت يعني من لدن المشاركين ماذا تفضل ماذا تفضل ماذا تفضل ماذا تفضل هذا السؤال موجه لماذا أستاذ معروفي لا موجه ولكن شخصيا هل تريد أن أتحدث عن تاريخ التربية السبانية في المغرب والمقاربة التي اعتمدت في بناء المناهج أم تريد أن خارط في الإجابة أم تريد لكن تحدث معنى على تجربتك أستاذ معروفي ممكن تحدث عن تجربتك كصاحب ملف ربما أول شخصية وطنية شتغلت على هذا ملف نعم نعم أنا انخرطت في مشروع التربية السبانية بدءا من سنة 1983 وكان المشروع قد ينطلق في المغرب سنة 1981 بمناظرة دولية حول قضايا النمو الديمغرافي في المغرب وفي الوطن العربي وبعني تعاون مع صندوق تعاون في البداية مع منظمة اليونسكو لأن في الحقيقة صندوق الممتحدة للسكان لم يكن لديه في تلك الفترة يعني في التمانينيات خبراء في التربية السكان المتخصيصين في التربية السكانية وكان يضطر إلى استعارة الخبراء دي المنظمة يعني اليونسكو بعتبر أنها كان لها خبراء مختصون من الأردن ولبنان إلى غير ذلك ثم فيما بعد يعني تحول هؤلاء الخبراء الاشتغال مباشرة مع صندوق الممتحدة للنشارة السكانية إذن تجربة انطلقت في المغرب سنة 1981 وتم تأسيس ما عرف أنا ذاك بوحدة التربية السكانية وهي عبارة عن خالية يترأسها مفتيش عام لوزارة التربية الوطنية وتتكون من أربعة خبراء هم أساتدة أغلبهم من تخصصات مختلفة مادمتم قد أثرتم مسألة تكامل الاختصاصات الانترديسيبليناريتي كان هناك مختص في البيولوجيا وعلم الإحياء ومختص في الديمغرافيا ومختص في السوسيولوجيا ومختص في اللغات اللغة اللغة الفرنسية والعربية فهذا الفريق تمكن من الشروع في التنظير للتربية السكونية في المغرب وانتهى به المطاف إلى وضع تعريف خاص بتربية السكونية هذا التعريف يعني يراعي الخصوصيات الوطنية فيما يخص المقاربة التي يمكن اعتماد لإدماج تربية السكونية والتعريف يقول التربية السكونية عمل تربوي متكامل ومتعدد الاختصاصات هنا الفكرة التي تقدمت بها الأستاذ الفاضي لا مسألة الانتر ديسبلين رايتي إذن عمل تربوي متكامل ومتعدد الاختصاص يسعى إلى توعية النشء المغربي بالدواهر السكونية في بلده والعالم في تفاعلها مع المعطيات الاقتصادية والتقافية والبيئية ومع متطلبات التنمية الشاملة لأن في تلك الفطرة لم يكن بعد مصطلح التنمية المستدامة قد تم الترويج له ولكن كانت فكرة التنمية حاضرة وذلك قصد هذا الجانب الديدكتيكي والبيداغوجي وذلك قصد المساهمة في تطوير قدراته العقلية وسقل مهاراته بغية مساعدة على تحمل مسؤولياته مستقبلا وترشيد السلوكه بما يفيد أسرته ووطنه تطلع لغة أفضل في دل مقومات مجتمعي الدينية والحضارية إذن هذا هو التعريف الذي تأسس عليه التربية السكونية في المغرب وطبيعة التعريف كان فيه ما يمكن نسميه بالإطار الإبيستيمولوجي الأبعاد البيداغوجية السلوكية والخصوصيات القيمية والحضارية وتأسيسا على التعريف تم تحديد مجموعة من المجالات للتربية السكونية في المغرب هذه المجالات السبعة وهي دينامية السكون وقد تحدث عن ذلك الدكتور فات سابقا العوامل يعني السكون والتنمية السكون والبيئة السكون ورفاهية الأسرة السكون والقيام والسكون وبدائل المستقبل وانطلق المغرب في تجربته فيما يخص إدماج تربية السكونية بعدما أن تمكن من وضع مقاربة ديدكتيكية لبناء وتدريس مفاهيم تربية السكونية في المناهج التعليمية ومرت هذه التربية السكونية في المغرب بعدة مراحل مرحلة ستينيات من القرل والسبعينيات من القرل الماضي وفيها تم طغيان محتوى المادة وغياب البعد السكوني لم يكن البعد السكوني حاضرا مرحلة التمانينيات وقع تحول في نوعي في الخطاب السكوني ثم بعد ذلك دخلنا إلى مرحلة إدماج تربية السكونية في المناهج باعتماد أساس النظري اللجوء إلى تكويل فاعلين التربويين من أساتذة ومعلمين ومدرسين في مؤسسات التكوين ثم انتقلنا إلى مرحلة إنتاج العدة البيضاغوجية أو الديداكتيكية وهي مجموعة من الوطائق ووطائق كثيرة جدا منها مثلا على سبيل المثال الدليل المرجعي في التربية السكونية للسكونية أو التعليم الأساسي الكتاب المرجعي التربية السكونية في المغرب شبكة المنهاج العام وتعدل اختصاصات للتعليم الإعدادي والتانوي دروس نموذجه مسجلة على أشريطة الفيديو للسك الثاني من التعليم الأساسي يعني مطوية للتربية السكونية من إنجاز سلامي السك الأول من التعليم الأساسي لتحفيزه على التفكير في قضايا السكونية والاحتمام بها وبنعكساتها على نوعية حياة الفرد والجماعة تماني ملسقات تعكس المظاهر الديمغرافية والبيئية المستمت دمي للواقع السكوني المغربي وفي صيغة لوحات بضغوجية داعمة للخبرات المعرفية للمتعلمين من أجل احتيم على نهج السلوك الديمغرافي الملائم وتعميم الخطاب السكوني داخل وخارج المؤسسة التعليمية كما أننا قمنا بإدماج مفاهيم التربية السكونية والقضايا الديمغرافية في تكوين دورات تكوينية لفائدة الأساتد الذين يلتحقون بمركز التوجي وتخطيط التربوي دورات تكوينية داخل المغريب وخارج المغريب وإنجاز أطلس للديمغرافية المدرسية الأطلس لديمغرافية سكولير يتضمن هذا الأطلس المكون من 150 صفحة خرائط ولوحات مبيانية معززة معززة بشروح وبيانات عن سكول المغريب وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بوصفها مؤشرات ديمغرافية تساعد صانعي القرار بالإدارة المركزية وطور التخطيط وتوجيه التربوي على اتخاذ القرارات الملائمة والمناسبة وانتقلنا ما بين سنة 1992 و1996 نعم إلى مرحلة مأساسة التربية السكانية بمعنى أننا أدمجنا التربية السكانية في المناهيج سواء في السيك الأول من تعليم الأساسي أو في السيك الثاني من تعليم الأساسي أو كذلك في مؤسسات تكويل الأطر التعليمية بما فيها المراكز التربوية الجهوية المدارس العليا للأساتدة ومركز تكويل المفتشين وكذلك في كلية علوم التربية التي كان لها مشروع خاص بإدماج قضايا الديمغرافية والسكانية في مناهيج تكويل المتخرجين دي الكلية علوم التربية وهناك عدة وطائق موجودة الآن في الخزانة دي الكلية تعليم التربية تعكس فعلا ما بودل من الجهود في إطار إرساء وإدماج المفاهيم دي التربية السكوانية في المناهيج التعليمية بقي فقط أن احتل أطيل عليكم نظر لديق الوقت سأحاول الجواب عن سؤال جوهري طرح من طرف الأستاذ رمال يتعلق بالمقاربات التي يمكن اعتمادها فيما يخص التربية السكوانية علما بأن التربية السكوانية المفاهيم التي كنا نتعامل بها في الثمانينيات وتسعينيات القرنة لم تعود الآن صالحة وظهرت مفاهيم جديدة أخرى حتى لدى صندوق الأمم المتحدة للسكوان الآن كنت الاهتمام في إطار الأجندا 2030 الاهتمام بالهدف الهدف ثلاثة الصحة الهدف ربعة تعليم الجيد والنوعي الهدف خمسة المساواة بين الجنسين وبطبيعة الحال يركز برنامج المتحدة في إطار المقاربة الجديدة ليس على الجانب الديمغرافي فقط ولكن يركز على تحسين الولوج لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ولا سيما في الدول النامية حيث مشاكل الصحة الإنجابية تظل من بل أسباب الرئيسة فخدمات الرعاية الصحية والإنجابية تشمل خدمات صحة الأخر وتنظيم الأسرة وما يمكن النساء من المحافظة على صحتهم واختيار حجم أسرتهم إعداد الأطفال التي يرغبون فيها وتقرير حتى في فترات الحامل أي ما يمكنه من حرية الاختيار وإمكانية مواصلة حتى دروس يمكن أن يدرسون في التعليم التانوي الإعدادي أو في الجامعة والعمل وإنقاذ أسرهم من الفقر إذن قلت الإشكالية التي طرح الأستاذ الرمان الإشكاليات المناجية والبيضاغوجية في نظري لا يعد تدريس المحتويات المدمجة من الأمور البسيطة فغالبا ما يواجه المدرسون قليل خبرة صعوبات بيضاغوجية تؤثر في سياق الدرس وتحول دون أهداف التربية الإستقوانية ومنها أولا إشكالية الدوابان المفهوم المدمج في بنية محتوى المادة الحاملة كما تعلمون من بين المقاربة التي كانت اعتمدت في بعض دول عربية مثل سوريا موريطانيا العراق هذه كلها كانت عندما شاريع التربية الإسبانية إشكالية اعتماد بمبدأ الدمج الدمج في بنية المحتوى للمادة الحاملة إذا كانت هذه المادة الحاملة هي اللغة العربية أو العلوم أو الرياضيات إلى غير ذلك ففي هذه الحالة تطرح عدة مشكلات ومن بين هذه المشكلات كيف يمكنه تتبعه وتقييمه الجزء المرتبط بالتربية السكونية أو بالمفهوم السكوني المدمج لأنه قد يذوب أحيانا لدرجة التحلل التام مع مضامين الدرس أو مع مضامين المادة الحاملة ويصبح من الصعب جدا يعني تقييمه وتعرفه على درجة الإدماج وعلى درجة تأثير مفهوم التربية السكونية في سلوكيات وتصرفات المتعلمين كذلك هناك إشكالية إدماج قضايا تانوية حيث أحيانا يتم إدماج قضايا ومفاهيم السكونية تانوية على حساب المواضع والمفاهيم الرئيسة للتربية السكونية وهذا ما يضعف من المضامين السكونية ويجعل تأثيرها في معارف متجاهات ومواقف المتعلمين محدودا بل أحيانا ضئيلا وبالتالي لا يخدم وإهداف التربية السكونية هناك كذلك إشكالة منهجية التدريس كيف ندرس مفاهيم التربية السكونية من منظور الاستدامة هل ندرسها وفق منهجية المادة أي مادة اللغة العربية أو التربية الإسلامية أو الرياضيات أو العلوم أم ندرسها وفق منهجية التربية السكونية وهذه إشكالية ينبغي الفصل فيها وينبغي السعي إلى إيجاد الصيغة الملائمة لتمرير مفاهيم التربية السكونية دون تأثير على منهجية المادة الحاملة ودون كذلك أن تصبح منهجية التربية السكونية طاغية على منهجية المادة. كذلك إشكالية تقويم الدرس يعني تقويم أهداف التربية السكونية يصعب أحيانا وهذا من خلال جربتي ومن خلال الدروس التي جربت على مستوى عدة مؤسسات تعليمية بالمغرب يصعب أحيانا تقويم الأهداف دي التربية السكونية داخل الدرس الوحيد وبطبيعة الحال نصبح لا نحن مع المادة الحاملة ولا نحن مع المفاهيم التي يتم التربية جولا في إطار التربية السكونية ثم أخيرا هناك مسألة يعني التعليم النظامي والتعليم غير النظامي الذي كذلك أتيرت من المعلوم أن التربية السكونية في التعليم النظامي تختلف عن التربية السكونية في التعليم غير النظامي فالتعليم غير النظامي غالبا ما يعتمد على جدادات وعلى وحدات أو مصغات من الضروس التي تدمج تربية السكونية وبمقاربة تراعي سلم تعليمين وتراعي احتياجاتهم المعرفية بينما في النظام التعليمي الرسمي أو التعليم النظامي هناك منهاج قائم في كل مادة حاملة ويتم إدماج المفاهيم للتربية السكونية بطريقة سيدة دون الإدراء. وأخيرا أختم أنه لم نستطع في المغرب وربما في العديد من الضول العربية سأختم بذلك. لم نستطع أن نقر تربية السكونية كمادة مستقلة كمادة مستقلة قائمة بذاتها. لها كتابها المدرسية ولها هدافها المحددة ولها مناهجها المحددة ولها وسائلها التعليمية المحددة لم نتمكن من ذلك. نظرا لأن المناهج التعليمية في الوطن العربي مناهج مكتدة ومتقلة وبالتالي لا يمكن إضافة مادة جديدة إلى المواد الحاملة الموجودة بل هذا سيطرح ربما صعوبات حتى على الأسر لأنها تضطروا إلى شراء كتاب للتربية السكونية وتضيفه لأباء المصاريف الدراسية بالنسبة للمتعلمين الذين يكونوا مضطرين لشراء كل كتب المدرسية للمواد التي يدرسونها من رياضيات وإعلاميات أعتقد أن هناك كثيرة والدم ناقشة ولكن أعرف جيدا أن الوقت لا يسعون لذلك ويمكن أن أدمج ذلك عن تقرير نهائدة كان ممكن 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 دكتور نحتاج هذه التساؤلات وهذه الأفكار لكي يدرجها تدرجها اللجنة لجنة المقررين إن شاء الله أمامي ثلاث مداخلات ولكن وقت كذلك ربما تخزناه ب أربع دقائق كذلك عفاكم الله لا أستطيع رفع يادي لست أدري لماذا لا أستطيع مشاركة بسؤال بسيط سبق وأن رفع تقريبا أربعة أشخاص أربعة طلبة ستداء وعلى أي أنت تفضلي أستاذ مرحبا مهاج عفر من الجامعة اليسوعية لبنان أنا تلميذة في الجامعة اليسوعية عن دكتور محمد رمال طبعا لقد لقد استفاض الأساتذة في الجامعيين الذين سألوا قبلي بكل المعلومات الممكنة أود أن أركز على أمر بسيط فقط أننا نحن في العالم العربي في الإمارات العربية المتحدة مثلا على وجه التصوص أتحدث عن لبنان حاليا لأننا نحن في طور تطوير المناهج لم نبدأ بعد ولكن في الإمارات العربية المتحدة والسعودية يقومون بشكل مستمر بتطوير المناهج ألا يمكن من خلال تطوير المناهج إدخال التربية السكانية بمن مواد دراسية كتكنولوجيا التعليم والجغرافيا والاجتماع والاقتصاد وهي المواد التي ترتبط مباشرةً بهذا بإضافتها كدروس معينة بالطبع مع كل تطوير للمناهج هناك تدريب للأساتذة ما يجعل الأساتذ متمكناً من تعليم هذه الأمور أو هذه المادة التعلومية المهمة جداً وأيضاً أضيف ما تفضل به دكتور رمال عن الأفراد خارج الجامعات والمبارس هل يمكن أن يكون هناك دور للإعلام لوسائل الإعلام ولوسائل التواصل التفقيفية بنشر الثقافة عن مسألة التربية السكانية نحن نعرف أن المعارف تنتقل بشكل أبطأ من أي تكنولوجيا أخرى يعني أبطأ من التكنولوجيا المادية التي نعرفها ولكن بشكل عام ألا تلعب وسائل التواصل ولا يمكن أن تلعب وسائل التواصل أو وسائل الإعلام دوراً في التوعية بهذا الأمر وشكراً شكراً شكراً أستاذ مهار أنا أقترح لما تجاوزنا صراحة الوقت أقترح دكتور عبد العزيز ومحمد الهيللي وعبداللاطف قصور ويوسف إذا كان ممكن ترسلوا ترسلوا الأسئلة مكتوبة لكي ندرجها في تقرير إن شاء الله ولكن أن التقرير سوف يمر عبر محطات آخرها سوف يقدم لدكتور فهد لكي يطلع عليه قبل النشره إن شاء الله يمكن إضافة يعني الأجوبة عن تساءلات إذن أقدم مباشرة الكلمة لدكتور فهد شكرا أخي الدكتور عبد العزيز في الحقيقة أنا لا أريد أن أطيل سوف أختصر بشكل سريع جدا ومن حسن الحظ أن بعض الزملاء الذين تفضلوا بمداخلاتهم شاركوني في الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات من بعض الزملاء أشكركم جميعا أعزائي الزملاء فيما يتعلق بالسؤالين المقدمة من سعادة الأستاذ الدكتور محمد رمال في الحقيقة هو التحقيق الغاية أهم شيء هذه كلها عبارة عن طرق ووسائل لكن أنا أذهب إلى الرأي الذي يقول لو وضعنا في كل مرحلة دراسية وربما حتى في كل صف دراسي مبحث يعني ليس وحدة دراسية أو وحدة دراسية مصغرة نتعامل فيها مع أحد الظواهر السكانية أو أحد مجالات التربية السكانية لكان ذلك أمرا جيدا لا شك أن المنهج المدرسي يعني في مراحل التعليم العام في الأقطار العربية تضخم كثيرا كل ما أتى علم وضيف له مقرر أو مادة فربما هنا إضافة كمقرر وربما حتى يدرس في مراحل التعليم العالي لا سيما المرحلة الجامعية أيضا ممكن أن تكون مادة إثرائية أو إضافية يعني يدرسها الطلبة ويحصلون على نقاط بدل ما يكون فيها نجاح ورسوب نقاط وضاف لهم لا سيما في التعليم الثانوي هناك طرق شتى ممكن أن نتبعها وهذا مطرق للنظام التعليمي ولظروف وخصوصية كل قطر عربي فيما يتعلق بالنسبة لغير الطلبة هل ممكن نعم من خلال القنوات الإعلامية ممكن أن نستفيد منها من خلال مؤسسات المجتمع المسجد المسرح الأندية الثقافية وسائل الإعلام المرئية والمقروعة والمسموعة ممكن كلها نتشارك تقدم أحيانا برامج لا أقول ليست مهمة في وسائل الإعلام ولكن أقل أهمية من هذا الموضوع الذي نحن في حاجة ماسة له فيما يتعلق بسؤال الدكتورة فادية عن يعني هو في الحقيقة هناك يعني فرق بين المفهوم والمصطلح المفهوم هو له أساس علمي وله نمو علمي ومعرفي عبر سيرورة الزمن المصطلح هو ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لكون هناك اختلافات في عملية الترجمة عملية ناشية وفي الحقيقة مفاهيمنا تحتاج إلى تعريب قبل موضوع الترجمة تنظر لشنا هذا أحيانا في مشكلة لكن زملائنا العرب اشتهدوا في ذلك الذي يعمل وإن كان يصيب يخطي خير من لا يعمل وأنا اتفق معها في المفهوم الذي ذكرت يسمى بالعلاقات البينية يسمى بالدراسات البينية ربما دراسات إذا كان هناك يعني في السياقات البحثية المعمقة والعلاقات إذا كانت في قراءة كما هو الآن في حال هذا اللقاء المبارك معكم وفي الحقيقة أنا أريد أن أستفيد من الدكتور فادا لأنها ذكرت بأنها لها رسالة ماجستير أو شيء في هذا السياق العلاقات البينية والدراسات البينية بالنسبة للأخ الدكتور مصطفى هو في الحقيقة أخي الدكتور فيما يتعلق بذكر التجربة الصينية اليابان أمة متقدمة منذ أمد نحن نتكلم على من كان في إشكالية بسبب وضعه السكاني يعني الصين كانت تمارس عليها ضغوطات بسبب وضعه السكاني تمويلها غذائيا فإذا هي كما يقول انتقلب الطاولة ويصبح السكان بدل ما كان مصدرا للضغط عليها أصبح مكتسبا كبيرا وهذا ربما ينطبق على كثيرا من الشعوب الأسيوية شرق وجنوب شرق آسيا في تنامغ خيرها من هذه الدول بل أنه حتى بنجلديش كما أشرت قادمة بقوة في هذا الأمر هذا يعني حسب وحيي جميع ما تفضل به أخي الدكتور مصطفى بالنسبة للدكتور الأنصاري أعتذر عن ذكري ربما الاسم كمال أو شيء وأسف إذا لم أحفظ الاسم الأول نعم المتعلم لديه القدرة على اكتساب هذه المعارف والمهارات من خلال تدريس هو يبدو السؤال هذا يتشابه بحسب فهمي مع سؤال الدكتور محمد رمال نحن يهمنا الجانب أيضا التطبيقي نحن لما نعرض قضايا الآن على طلابنا بحسب طبعا أعتقد أن القضايا المعقدة ممكن تكون في منهج الطلب الموهوبين على سبيل المثال وإن كان عربيا على حد الطلاعي ربما لا توجد مناهج في مجال الدراسات الاجتماعية للموهوبين وهذا أمر يعني يحتاج إلى نظر فيه في الوطن العربي يعني من خلال تعاملي مع المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم وكذا أو ربما نحن مقصرون لا نزود المنظمة هذه المرجعية بما لدينا في هذا المجال من إنتاج علمي فيما يتعلق بسؤال أستاذ الأستاذ الدكتور معروفي في الحقيقة أنا لم يكن لدي معلومات ودائما لو لاحظت من يستدرك أقول على حد علمي على حد الطلاعي فأنا سعدت كثيرا بأن التربية السكانية لها اهتمامات في المغرب الشقيق وبالتالي زادت القاعدة من الأقطار العربية التي تعنى بالتربية السكانية وهنا في الحقيقة في نوع من المبادرة لو نعمل مؤلف عن التربية السكانية في الأقطار العربية لانا أحد الزملاء أخي الأستاذ الدكتور سيف المعمري الذي تم استضافته من قبل الكرسي لديكم كان له مبادرة جميلة في الكتابة عن التربية المواطنة من أجل تحقيق التنمية المستدامة أو شيء من هذا القبيل بدأها بدول مجلس التعاون الخليجي ثم عمم ذلك على الأقطار العربية في درس الموضوع المواطنة فلنكن نحن استخلاقون يعني الزملاء المتخصصون بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور معروف كالأستاذ الدكتور على سبيل المثال ليس الحصر يعني الأستاذ الدكتور عبد المجيد الكوبيسي هذا عراقي مقيم بشكل دائم تقريبا في الأردن وغيره نعمل مؤلف عن التربية السكانية في الأقطار العربية فلعل وعسى أنه وزارات التربية والتعليم في أقطارنا العربية تتبنى مثل هذا الأمر فيما يتعلق بالسؤال الذي قدم يعني هو في الحقيقة المناهجنا تحتاج أن نعملها مصطوحة مدى وتتابع التربية السكانية سواء قدمناها في وحدات قدمناها في برنامج متكامل في برامج إثرائية أو حتى قدمناها عبر مؤسسات المجتمع ولا سيما المجال الإعلامي لابد أن نستفيد من الإعلام في هذا السياق فيما يتعلق بالدكتورة التي الزميلة أنا أعتذر عندك نسيت الاسم في الإمارات العربية المتحدة هناك في الحقيقة تجارب يعني هي ذكرت في الإمارات مقر عمل وهو أيضا في السعودية أسرحي 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 الصوت مسموع دكتور مسموع الصوت تفضل تابع نعم أنا أكمل إجابتي فيما تفضلت به الدكتورة بما يتعلق في السعودية هو في الحقيقة أمامنا تحدي كبير وهذا الأمر ربما جميع الزملاء الذين معنيين بموضوع يعني تأليف وتطوير المناهج تضخهم المادة العلمية تزيد المواد تزيد المقررات كم نريد هذا الطالب المسكين أن نحملهم المقررات 15-17-20 إلى متى فجانب التوسع في الكم أصبح يعني عملية يعني ليست مجدية لكن نحن ممكن من خلال تفعيل حلول أخرى وهنا مؤسسات المجتمع لا بد أن تكون لصيقة معنا نحن التربويون القريبة منها والبعيدة منها لا بد أن تكون ونحن في هذا الفضاء الرقمي محبوضون به يعني تكلفة الكتب يعني الآن في السعودية في توجه من عامين للتوجه نحو الكتب رقميا وأعتقد أنه خلال خلال ثلاث سنوات قادمة لن يطبع أي كتاب سوف تكون كلها رقمية والجيل القادم جيل التقنية هؤلاء في هذا في هذا الجانب لكن نحن نريد كما أبطارنا العربية وفقت في وضع رؤى نحن على معشر المختصون في مجال التربية السكاني أو المهتمون أنا لست مختصا بقدر ما أنا مهتم بهذا المجال لو وضعنا رؤية لنا أو استراتيجية للتحرك إخراج مؤلف نحن معشر العرب لا يكفينا فقط أن نشخص الموضوع ولا نقدم حل من يريد أن يقدم موضوع لا بد أن يقدم الحل معه بكت يعني عرض فهذا الأمر لو قدمنا وشرحنا لهم أنا كل أمل وتفاؤل بأن الجميع سوف يتعاون لا سيما وأن في الحقيقة عملية المعالجة لواقعنا وتحقيق آمالنا المستقبلية مجال التربية السكانية بدون مبالغة وما ننشده في تحقيق التنمية المستدامة مرتبط كبير مرتبط بدرجة عالية بمثل هذا الأمر وسعيد مرة أخرى بالاستماع لكم وقد أفتتوني كثيرا وأشكر كل من حضر وفي طليعتهم سعادة عميد كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس وأشكر زميلي الدكتور عبدالعزيز وطلاب الدراسات العليا النجباء الذين تفضلوا مشكورين بالتنسيق لهذا البرنامج وضيوفنا الكرام الذين أكرمونا بوقتهم وبأفكارهم وصبرهم طيلة هذه السويعات ودائما على دروب الخير إن شاء الله والعلم نلتقي وتقبل خالص تحياتي بارك الله فيك دكتور فهد شكرا ززيلا على إستعاد صدرك والمجهود الكبير الذي بدأته في هذه الجسم التي استغرقت قريبا ساعة وعشرين دقيقة أشكر كذلك الدكتور محمد رمان على المجهود الكبير الذي يبدأه في التنسيق بإنجاح هذا النوع من جلسات شكر لدكتور معروف على إفادته وعرضه لتجربته الميدانية من قلب وزارة القربة الوطنية قرب لنا هذه التجربة للطلبة والباحثين ولكذلك المسيرين للشأن القربوي على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي فرصة كذلك لكي أشكر الشكر الجزيل فريق المطلبة والباحثين الذين يشتغلون في خفاء أستاذ أيد إيشو الشكر الجزيل على تيسيره وعمله التقني لإنجاح هذه التظاهرات هدى متازرت طالبتنا المجدة إيسي الكتوراء المكلفة بتتبع وضبط لائحة المشاركين المشاركات يعني حسب الجهاد وحسب الوطن العربي مكلفة كذلك بإعداد شهادة المشاركة وتوزيعها إن شاء الله على المشاركين فريق المقرر إن شاء الله طالب قصورة اللطيف والهلالي والمنسق بوكروف على مجهودهم في تلسيق يعني فرقهم لكي يشاركوا معنا في هذه المرة الجلسات الفكرة وهي أننا سوف نحاول أن نوثق لهذه الجلسة في تقرير تركيب كما تعودنا دائما وسوف يمر هذا التقرير عبر عن طريق محطات إلى أن تصل إلى التوفاد لكي يطلع عليه ويضيف لمسة نهائية ليكون قابلا لتقاسمه دولياً وعبر طبعاً صفحات الكلية وصفحات المنظمة العربية للتقافة والعلوم وكذلك سوف نتقسم معكم كذلك هذا التقرير وكذلك تشجيل تشجيل هذه الجلسة إن شاء الله عبرها الملسقين شكراً لكم وإلى اللقاء في الجلسة القادمة إن شاء الله حول موضوع تنمية المهارات حياتي أي دور من ورسات البداغوجية والتقييم مع دكتور من خلق قرسة إذن قيلة سعيدة إلا كانتش كلمة محمد رمال لا لا أنا أود أن أشكركم لن أطيل أود أن أشكركم وأشكر مجدداً الدكتور فهدوى على أمل اللقاء دائماً في ورش ناجحة ومفيدة ومسمرة وإلى اللقاء للقاء دكتور فهد للقاء شكراً جزيلاً للقاء شكراً جزيلاً لكم جميعاً بالتوفيق